السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل مع بعض باستخدام رأيك جي اس والصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ده شباب الشوبين كارد اللي احنا نعملها مع بعض عندي هنا نقبار في الهوم الستور و الابوت في الستور هنعرض شوية بروتكتس او منتجات هبتدي اضغط هنا ادتو كارد على البوك مثلا هاختار مثلا اربع كتب بالشكل ده اضيف مثلا كمبيوتر واضيف هنا بنانا فتلاقي هنا عدد الايتم ستة موجود في الكارد هبتدي افتح الكارد هنا هيقول لي هنا ادت توتال برايس او السعر بتاع المنتجات حبيت مثلا اشيل منتج زي البنانا هبتدي اضغط هنا على الاكس ديات شل المنتج والسعر قل حبيت اخرج برا خالص اعمل ريفرش او اروح للبيتج بتاعت الابوت او الهوم هنلاقي طبعا في الكارد محافظة على المنتجات المتخزنة جوه السلة تمام لان احنا مستخدمين الوكال ستوريج ان شاء الله في الابليكيشن شباب يوظف لك حاجات كتيرة هتعلمتها في راكت هنستخدم الوكس هنتعامل مع الستيت و الماناج الستيت هنستخدم الكنتكست بقايا عشان اشارك البيانات واكتر من مكان او اكتر من كومبونت و برضو هنستخدم حاجة كده شبه الاباي ان انا اعمل عبارة عن جيسون فايل متخزن في الصور والتيكست اللي انا عزو يظهر في اكتر من كومبونت وهتعامل برضو مع مكتبة الرياكت روتر عشان نتنقل بين البيجيس تمام و هنستخدم الابتستراب عشان ازبط الموجودة في الابليكيشن لو متحمس انك تعمل الابليكيشن معي دوس لايك تحت الفيديو والله بينا نبدأ في الابليكيشن تمام في البداية كده شباب هنيجي هنا ده عندنا شباب الابدوت جي اس هبتدي اعمل الانستخدمها اقوله هنا و بعد كده اقوله هنا ري اكت داش روتر بعد كده داش تان والفيرجين 6.3.0 اللي احنا شرحنا فيه البلاي لست بتاعت الرياكت روتر تمام بعد كده شباب هبتدي استخدم البوتستراب فاقوله هنا ري اكت بوتستراب بالشكل ده ري اكت بوتستراب شباب التفاني عبارة عن كومبونت الجهزة بتستخدمها في مشروع الرياكت ولازم طبعا تنزل هنا البوتستراب الاصلي بالشكل ده عشان يبتدي ينزل معك ويشتغل معك في الابليكيشن البوتستراب يا شباب حاجة سهلة ان انت تضبط الستايلينج ممكن تستخدم اي حاجة تضبط لك الستايلينج زي او التلوين او اي حاجة تمام طبعا حلو جدا هنفتدي نعمل للكلام ده كله هيجي هنا في جيسون تمام هنلاقي هنا البوتستراب وعندي هنا الرياكت روتر دوم البرجن بتاعها 6.3.0 وهنا الرياكت بوتستراب تمام طبعا حلو جدا الكلام ده بعد ما تنزل ده كله تمام محتاجين بقى هنا شباب نضيف هنا في الكمبونت اللي انا هتعمل معه اي حاجة في الرياكت بنتعامل كعباره عن كمبونت خاص بالنبور كمبونت خاص بالنبور وكما خاص بالستور و الله كذا طبعا ضفنا هنا بفولدر باسم كمبونت ومحتاج هنا شباب اجل الانديكس دوت جي اس ثم اقوله هنا IMPORT بعد ذلك انادي على البيتستراب عشان يشتغل معي اقوله هنا البيتستراب بعد ذلك ادخل هنا بعد ذلك اقوله هنا سي اس اس بعد ذلك اقوله هنا البيتستراب دوت سي اس اس بالشكل ده تمام طبعا حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب محتاج بقى اضيف الراوتس اللي انا هتعامل معه. يعني عندي مثلا الابليكيشن بتاعنا. في هنا ده النافور. تمام? هيكون جواه لينكز زي الابوت والستور والهوم. محتاج اضيف راوت خاص بكل بيتش. تمام? طيب حلو جدا. هاجي هنا بقى ليه الابدوت جي اس. في البداية خالص كده محتاج انشئ هنا. هسميه مثلا كنتينر. بالشكل ده. هبتدي استدي الكنتينر من راكت بوتستراب. هو عبارة عن دف. عشان يبتدي اضيف كل الابديكيشن جوه كنتينر او حوايا عشان ازبط. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب هقول له هنا كلاس نيم. هبتدي اضيف هنا كلاس نيم للكنتينر ده. او الديف ده. هدي له مثلا مارجن بوتون اربعة بالشكل ده. عشان يفصل كده عن اي حاجة تحته. وطبعا فوق في البداية خالص هيكون فيه النفور وهنشوف الكلام ده كمان شمية. بعد كده شباب محتاج هنا عشان اضيف الراوتس هاجي هنا في الاندكس دوت جي اس. هبتدي اعمل امبورت للبراوزر راوتر او اداة التوجيه اللي بتعرف في البراوزر ان انا مستخدم مكتبة راكت راوتر. هبتدي اقول له هنا امبورت. بعد كده اقول له هنا براوزر راوتر من راكت راوتر. تمام? ممكن اعمل هنا راب ده كله داخل الراوزر. حلو جدا الكلام ده. ده ده راندي هنا في الانديكس دوت جي اس. بعد كده شباب هبتدي اجي هنا. وابتدي اغضيف الراوتس اللي لانا هستخدمها. عندي مثلا ابتدي اعمل west معنا اللي هو بتاع الهوم. فاقول له هنا الراوت كان بيبقى مني الباث او المصار اللي هيسلوك التريده هو عبارة عن سلاش اللي هو اول صفحة في الابديكيشن اللي هي بتمثل للهوم بيج بعد كده المفروض العناصر تظهر معي هنا لما اروح لي الراوت ده هو عبارة عن الهوم كمبونات تمام هنبتدي ننشئ كمبونات خاص بي الهوم بيج تمام طيب حلو قوي بعد كده عندي هنا الراوت التاني خاص بي الستور تمام فاقوله هنا Sony بالشكل ده اقوله هنا او العناصر اللي هيبتدي تظهر معي هو عبارة عن الكمبونات اللي اسME بالشكل ده تمام طيب حلو قوي بعد كده اخر كمبونات معنا مثلا بتاعي الاباوت هبتدي يغير هنا الاباث بتاعه عبارة عن الاباوت بيج بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده طبعا محتاجين نعمل النيمبورت الكلام ده فقاله مسلا هنا هعمل corridن ل thời الاسم هوم من dot slash بعد كده اقول له هنا component بعد كده اقول له هنا هوم بالشكل ده. هبتدي entry هنا شباب ال component اللي انا هتعمل معه. هاجي هنا في ال extensions. وابحث هنا عن extension اسمها is7 react snippets. دي extension بتسهل علي كتابة functions والحاجات المتعلقة باللغة. تمام? هبتدي اضيفها بالشكل ده. عملها install. طيب حلو جدا. هبتدي اجي هنا بقى شباب في ال component. وابتدي اعمل component جديد باسم هوم dot gs. تمام? هبتدي اعمل هنا استخدم react snippets rfce عشان تبتدي تكرية لل function بالشكل ده. وبعد كده اعمل component التاني معي وهو عبارة عن store. اقول له هنا store dot gs. هبتدي استخدم react snippets برضه عشان اكرية ال function. واخر component معي اللي هو عبارة عن about. هبتدي اقول له هنا about dot gs. وابتدي استخدم برضه react snippets عشان اكرية ال function. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب محتاج بقى اجي هنا. وابتدي اعمل component خاص بال navbar. لو لاحزنا كده ال navbar ثابت معنا في جميع الصفحات بالشكل ده. فانا مش هضيفه جوه ال routes. فانا هضيفه هنا برا ال routes. يعني انا اجي هنا برا ال container خالص. هبتدي اخد هنا cutl container. هبتدي انادي على react fragment او استخدم react fragment لان انا هضيف اكتر من عنصر. اول عنصر معي هيكون عبارة عن component اللي اسم navbar بالشكل ده. وتحتيه ال container بالشكل ده. ال container اللي هو ضامن بتاعي او ضامن المحتوى بتاع الصفحات. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. محتاج اجي هنا وانشئ ال component الخاص بال navbar فاقوله هنا navbar.js بالشكل ده. وابتدي استخدم react snippets عشان اكاريت function. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب محتاج اعمل هنا import ال component اللي انا عملتها ديت. اول component معي مثلا عندي هنا store. بغير دي store. وطبعا عندي هنا navbar بالشكل ده. بعد كده شباب محتاجين اخر component اللي نعمله import هو عبارة عن ال about. تمام? فنعمله هنا import بالشكل ده. ومحتاجين نفتح بقى ال application بتاعنا على local host. تمام? فابتدي اقول له هنا mpm start. الشكل ده. نستنى شوية كده. هابتدي مثلا يسألني هنا اه تمام. هيسألني هنا ان انا عايز افتح مثلا ال application بتاعي ده او ال local host ده على بورت مختلف. لان انا فاتح الاصلي على البورت بتاع 5000. فهنا عندي اللي نعمله مع بعض 5000 واحد. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. ولو لاحظنا كده شباب هتلاقي هنا ان ال home page تمام ضفناها جوه ال container. فبالتاني عملها كوامش من اليمين والشمال. محتاجين بقى شباب نزبط ال navbar ونبتدي نبني ال structure والتنسيقات بتاعته. هاجي هنا في ال navbar. تمام? اول حاجة اعملها في ال navbar شباب. المقروض اعمل return لل nav الموجود في ال bootstrap. تمام? فمحتاج اعمله هنا import. اقول له هنا import navbar بالشكل ده. عندنا هنا شباب اسم بتاعتنا navbar. هي هي نفس بتاع ال bootstrap. تمام? فعشان ما حصل لناش error هبتدي استخدم ال navbar الموجود جوه ال bootstrap ك navbar bootstrap بالشكل ده. تمام? ده عبارة عن component. تمام? دي هتريترن ال component اللي هو بتاع navbar بالشكل ده. بعد كده شباب هبتدي اضيف container عشان العناصر الموجودة جوه ال navbar او اي حاجة ضفة جوه ال navbar تكون فيها هواي مش من اليمين الشمال وتكون جوه ال container بتاعي. تمام? طيب حلو اوي الكلام ده. بعد كده هبتدي انادي هنا على ال nav بالشكل ده. وبعد كده المفروض بها يكون عندي جوه ال nav links فهبتدي اقول له هنا nav dot links بالشكل ده. nav dot link او link معي هيكون عبارة عن ال home. بعد كده تاني link عبارة عن ال store بالشكل ده. واخر link هو بتاع ال about. بالشكل ده. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. عندنا هنا يا شباب احنا مستخدمين المكتبة بتاكتة react router عشان نتنقل بين ال pages. فمفروض ال links الموجودة عندي في ال navbar تكون عبارة عن ال nav link الموجود في react router. فمحتاج اعمله هنا import اقول له هنا import. بعد كده اقول له هنا nav link بالشكل ده من react router. طيب حلو جدا الكلام ده. هنا يا شباب انا مستخدم ال component بتاع البوتستراب. تمام? عشان يزبط لي التنسيقات بتاعة ال links. طيب حلو جدا. انا عايز طبعا استخدم هنا ال nav link. تمام? عشان يتنقل بينه صفحات. ممكن استخدم هنا ال nav link بتاع البوتستراب. استخدمه ك nav link. يعني ايه كلام ده? يعني انا هاجي هنا في ال nav link اللي هو بتاع البوتستراب. هقول له هستخدمه ك. فقول له هنا ال as attribute. هستخدمه ك nav link. عشان يبتدي يتعرف معي ان هو متمثل داخل ال reaktor عشان يتنقل بين الصفحات. تمام? طيب حلو قوي. وكذلك برضو عندي هنا فيه ال link بتاع ال store. وال link بتاع ال about بالشكل ده. طيب حلو جدا. اتفقنا شباب اي link بابتدي اضيفه طبع reaktor بيكون فيه attribute اللي اسمه to. او المصار اللي هيبتدي يروحه اللي اسمه to. او المصاري اللي هيبتدي يروحه اللي اسمه to. فنضيف هنا ال attribute اللي اسم to. بالشكل ده. المفروض في ال home. هيبتدي واجهني لي ال home page. فاكتب له هنا slash. وعندي هنا فيه ال store. هكتب له هنا slash store. بالشكل ده. وبعد كده عندي هنا في ال about. هكتب له هنا slash about. بالشكل ده. تمام? طيب حلو جدا. الكلام ده. ولو جينا بصينا بقى هنا يا شباب. تمام? ده ال nav bar. طبعا احنا ضفناه جواه كونتينر. فاتقدم شوية وبقى فيه هواي مش من اليمين الشمال. هبتدي اضغط هنا مثلا على ال store او about. ال react router اشتغلت معنا وكل حاجة باية تمام. محتاجين نزبط شوية في بتاعة ال nav bar. فاجي هنا. ده عندي يا شباب ده ال nav الرئيسي اللي هو موجود جوه ال bootstrap. تمام? محتاج هنا ال nav bar او ال heather طبعا اما يكون او فيه كزا نوع له ال heather. تمام? فهنا انا هبتدي اضيف هنا ال stickie بالشكل ده. ده عبارة عن attribute موجود في ال bootstrap. هنا مفروض اخلي ال stickie يكون top يعني يكون موجود فوق. عشان لو عملت scroll يكون ثابت معي ال heather او ال nav bar موجود عندي فيه او للصبحة. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب محتاج هنا مثلا اضيف class name عشان ازبط ال styling. هبتدي اقول له هنا background مثلا بتاعته. هتكون عبارة عن اللون الابيض. ال white بالشكل ده. وبعد كده محتاج مثلا اعمل shadow. تمام? اقول له هنا shadow مثلا small. ومحتاج اعمل margin bottom عشان يفصل عن ال section اللي بعدية او الحاجات اللي بعدية اللي هي عندي مثلا ال store. وال about وال home. تمام? اللي هو الحاجة اللي بعد ال nav bar على طول. تمام? طيب حلو اوي الكلام ده. هنا شباب طبعا ال background لونها ابيض. فمحتاجين نغير ال background بتاعت ال body مثلا. ان انا جي هنا في public. واقول له هنا index.html. ده عندي ال body. فاقول له مثلا هنا class. بيساوي. بعد كده اقول له هنا background مثلا اعملها هنا light. بالشكل ده عشان تاخد اللون مختلف شوية عن الابيض. لو لاحزنا كده. ده عندي nav bar في اللون الابيض وده عبارة عن اللون اللايت. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. محتاجين بقى شباب نيجي هنا في ال nav bar. بعد كده ممكن اضيف هنا شباب في ال nav. هبتدى اضيف هنا class name. وهبتدى اقول له هنا margin right auto. عشان يبتدي يفصل عن البطن اللي هو بيمثل الكارت اللي انا هبتدى اضيفه. يعني عندي مثلا هنا ده ال nav اللي فيه links. هبتدى اعمل له هنا margin right auto. عشان يفصل عن البطن اللي انا هبتدى اضيفه هنا على الميم بتاع الكارت. تمام? طيب حلو قوي. بعد كده اجي هنا جوه ال container بعد ال nav على طول. اقول له هنا button. بالشكل ده. وتأكد ان انا عملت له import من البوتستراب. هقول له هنا button. البي كابيتان. عشان بيمثل عبارة عن component. تمام? وبعد كده هبتدى اضيف هنا ال variant. عشان ابتدى احدد شكل البطن واللون بتاعه. هبتدى اقول له هنا outline dash primary. بالشكل ده. وبعد كده هبتدى اضيف هنا شباب. class name. تمام? هبتدى اقول له هنا rounded dash circle. عشان يكون على شكل دايرة. يعني الخط اللي هو بيكون لافف حوالين الكارت او البطن ده. هيكون عبارة عن شكل دايرة. مسلا ممكن اضيف هنا الكارت. التكست بتاع الكارت. فلو جد بصيت هنا شباب هلا يضف لي فعلا البطن وكل حاجة بيت تمام. محتاج بقى اضيف هنا مكان التكست بتاع الكارت ده. محتاج اضيف الصورة بتاعتي اللي هي بتاعة الكارت. تمام? فاجي هنا. وهي اشيء للتكست ده. مسلا واضيف الصورة اللي هي بتاعة ال SPG. تمام? هسيب لك طبعا الكود كله على جيت هب. ممكن تستخدم الصورة ديت او تضيف ايكون اللي انت عايسة. تمام? طيب حلو اوي الكلام ده. عشان الايكون دي تظهر معنا شباب لو جنا بصينا كده هنلاقي الايكون ما ظهرتش. محتاجين اضبط هنا الويتس والهايت بتاع الكونتينر اللي هي موجودة في اللي بيمثل البطن. تمام? فاضيف هنا custom style. فاقول له هنا style. بالشكل ده. واقول له هنا تمام? عازة اضبط هنا الويتس بتاع الصورة اللي جوه البطن. هبتدي اقول له هنا مثلا تلاتة ريم بالشكل ده. واظبط بتاعها. اكون عبارة عن تلاتة ريم بالشكل ده. ومحتاج بقى هنا شباب لو جينا بصينا كده تمام هنلاقي طبعا الكارت الايكون بتاعة الكارت ظهرت معنا كل حاجة بيت تمام محتاج لو جينا بصينا هنا اللي هو العدد بتاع الايتمز المخزنة جوه الكارت عندي هنا تمام فمحتاج اضيفها هنا فوق السلة على طول تمام هنزبط هنا بتاعتها هبتدي هنا اضيف جوه البطن شباب تمام الدف ده المفروض يكون جوه الرقم او العدد العناصر الموجودة في الكارت مثلا هنا تلاتة تمام وبعد كده هنخلي الموضوع دايناميك عشان يبتدي يظهر عدد العناصر المخزنة جوه الكارت هنا هنزبط بتاعه فهقول له هنا بتاعه هيكون عبارة عن بعد كده اقول له هنا عشان يعمل لي هنا الحواف بتاعته على شكل دايرة تمام وبعد كده محتاج اقول له هنا هتكون باللون الاحمر فقول له هنا تمام ويقول له هنا عشان عايز اوسط اي حاجة جواه او عايز اوسط الرقم دا جواه البوكس دا او جواه الدايرة دا فقول له هنا وبعد كده اقول له هنا جاستفاي كونتنت سنتر تمام عشان يوسط اي حاجة وقول له هنا برضو ايتيمز بعد كده اقول له هنا سنتر بالشكل دا تمام طيب حلو جدا الكلام دا لو جينا بصينا كده شباب تمام اضاف لي هنا الكورت بالشكل دا محتاجين نزبط شوية ستايلين تمام فاجه هنا عند الديف دا هو اديله هنا كاستوم ستايل عشان ازبط المكان بتاعه اعمله بيه البوزيشن ابسلوت فمحتاج اعمل هنا لأب بتاعه اللي هو بيمثل هنا البطن محتاج اديله هنا بوزيشن ريلاتيف عشان ما يطلعش بره بالشكل دا تمام طيب حلو جدا الكاستوم ستايل اللي انا هبتدى اضيفه هنا على الرقم اللي هو تلاتة دا هبتدى اقول له هنا بوزيشن ابسلوت عشان احركه زي ما انا عايز ابسلوت تمام وبعد كده شباب محتاج هنا برضو اعدل هنا اللون بتاعه يكون عبارة عن اللون الابيض تمام ويقول له هنا برضو الويتث بتاع الديف دا هيكون عبارة عن واحد ونص مثلا ريم بالشكل دا والهايد بتاعه واحد ونص ريم عشان يديني شكل الدايرة برضو تمام وبعد كده محتاج بقى شباب احدد المكان بتاع ابسلوت بعد كده اقول له هنا بوتوم تمام بوتوم زيرو بالشكل دا وبعد كده اقول له هنا عشان يكون على اليمين بعد كده ازبط بقى بعد كده اقول له هنا بالشكل دا بالنسبة لي هيكون عبارة عن 25% قيمة موجابة و25% قيمة موجابة لو جينا بصينا كده شباب ده المكان بتاع الكارت هيكون بالشكل ده طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب محتاج بقى اضيف المنتجات بتاعتي في الستور اتفقنا هبتدي اعمل external file بمثل جيسون هيكون جواه الصورس بتاع الصورة والتكست اللي بيبتدي يظهر معايا في كل ايت طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده هاجي هنا في الستورس وابتدي اعمل فولدر جديد اسميه هنا data وهيكون جواه data عبارة عن component او file باسم store items بالشكل ده .json تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده هبتدي اضيف هنا شباب ده عبارة عن ال json file بتاعنا هيكون عبارة عن الريق جواها objects كل object بيمثل item الائتم ده هيكون ليه id ويكون لي name وprice والimage url او الصورس بتاع الصورة تمام لو لاحظت كده في الصورس بتاع الصورة هيكون عبارة عن slash images بعد كده slash اسم الصورة تمام هاجي بقى هنا في ال public يا شباب هبتدي اضيف هنا ال images بتاعتي تمام هقوله هنا images بالشكل ده وبعد كده هبتدي اضيف هنا عندي اربع صور بالشكل ده هبتدي اضيفهم هنا جوا الفولدر بتاع ال images تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب هاجي بقى هنا في ال store وهبتدي ادني structure بتاعت الصفحة ديت او component اللي اسم store هرجع هنا شباب في return هيكون عبارة عن react fragment تمام واول حاجة موجودة معايا في ال store هيكون عبارة عن h1 باسم store وبعد كده هبتدي انادي هنا على ال row من react bootstrap هقوله هنا import ليه ال row تمام بالشكل ده من react bootstrap لو جينا وصينا كده شباب هيكون في عبارة عن row جواها ال items ال items كل item هيمثل column او عمود تمام يبا انا هضيف هنا صف هيكون جواه اكتر من عمود بالشكل ده وبعد كده ال column او كل عمود هيكون جواه ال items ذات نفسه تمام اللي هو هيكون محتوى ال item الصورة والتكست اللي تحت هو البطل تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده عندي هنا في ال row اتفقنا بعمل هنا loop على العناصر الموجودة في ال json file تمام عشان ابتدي كل object اي يكون عبارة عن column او يكون عبارة عن item تمام فمحتاج استدي هنا ال json file فاقوله هنا import بالشكل ده import لي ال store items تمام من dot dot slash بعد كده data بعد كده عندي هنا store items بالشكل ده تمام جوا ال row بقى هنا شباب هبتدي انادي هنا على store items بعد كده هدخل عليهم ال map function عشان نلوب جواهم ورجع هنا ال item تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد كده اتفقنا جوا ال row بيكون فيه عبارة عن column فانادي هنا على ال component اللي اسمه column بالشكل ده وبعد كده شباب مفروض جوا ال column ده لو هبتدي اضيف هنا ال key attribute اللي بيميز ان ال column ده او العمود ده unique تمام فهبتدي اضيف هنا ال key بتاعه عبارة عن item dot id تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب محتاج بقى جوا ال column ذات نفسه هبتدي entry component مفاصل خاص بال item عشان هبتدي اضيف جوا ال item زي ما اتفقنا الصورة وال text وال button اللي تحت فهبتدي اعمل component مفاصل باسم store item بالشكل ده ال store item ده شباب هيقبل مني props ال props دي هبتدي احصل عليها من خلال ال item هبتدي اعمل هنا extract للحاجات الموجودة جوا ال item اتفقنا شباب ال item عبارة عن object جوا هنا properties ديه تمام ال properties دي هتمثل هنا props تمام فهعمل extract لل item فهبتدي اتمرر للcomponent اللي اسم store item ك props تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده يا شباب محتاج اجي هنا في ال components وانشئ ال component بتاع store item وقوله هنا .js بالشكل ده تمام هبتدي استخدم react snippets عشان اكاريت الفونكشن تمام بالشكل ده وهبتدي يا شباب اعمل destructuring لل props اللي انا مررته هبتدي احصل عليها هبتدي اقول له هنا ال id بعد كده هاتلي هنا ال price بعد كده هاتلي هنا ال name بتاع ال item واخر حاجة هي ال image url تمام طيب حلو جدا الكلام ده اعمل هنا save وابتدي اعمل هنا import لل store item فقوله هنا import بالشكل ده store item from dot slash بعد كده اقول له هنا store item تمام طيب حلو جدا الكلام ده جوا شباب store item انا هبتدي ابني structure او البنية بتاعة ال item هبتدي اضيف هنا شباب الكارد بالشكل ده الكارد ده بيمثل dev من ال bootstrap وبعد كده اول حاجة طبعا موجودة معنا في كل column او كل item هي ال image فقوله هنا card dot image بالشكل ده ال image هنا بتبقى مني يا شباب source فال source هنا هجيبه بواسطة destructuring فقوله هنا image url بالشكل ده وبعد كده شباب هبتدي اضيف هنا ال variant بالشكل ده عشان احدد مكان الصورة فقوله هنا ان الصورة موجودة فوق في top بالشكل ده وبعد كده شباب محتاج بقى اضبط ال styling بتاع الصورة فقوله هنا style وبعد كده اضيف هنا ال bootstrap بيكون 100% عشان ياخد ال bootstrap اللي موجودة فيه وبعد كده اقوله هنا height 200 pixel بالشكل ده ويمحتاج اضيف هنا object fit بتاع الصورة اخليه هنا cover عشان يغطي على اي حاجة موجودة في الصورة وكل حاجة تظهر موجودة في الصورة تمام طيب حلو اوي هبتدي اقوله هنا object fit بعد كده اقوله هنا cover بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده لو جينا بصينا كده شباب تمام دخلنا كده ال store هلاقي store اضافت بالشكل ده اربع صور موجودة في الشاشة الكبيرة محتاج بقى اضبط هنا عدد الايتمز اللي بيكون موجودة عندي في كل صفحة او كل شاشة تمام فاجي هنا في ال row عندي هنا في راشباب هبتدي اضيف هنا ال medium في الشاشة بتاعت ال medium انا عايز كم ايتم يظهر معي هبتدي اضيف هنا اتنين two items عندي مثلا في الشاشة اللي هي small شاشة التابلت وي الموبايل هبتدي اضيف هنا ان هو هيكون عبارة عن one item مظاهر معي ويبعد كده في الشاشة بتاعت large هبتدي اضيف هنا three items يعني بيكون فيه ثلاثة column موجودين في ال row او الصف تمام ويبعد كده ممكن اضيف هنا class name عشان عايز المنتجات ديت او ال items دي تفصل عن بعضها فمحتاج اعمل gap تمام او مسافة كده تفصل بينهم جاب مثلا تلاثة بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده مش محتاج هنا ديت بالشكل ده لو جينا بصينا كده شباب دي عندي شاشة الكبيرة عندي هنا تلات منتجات تمام هدخل بعد كده للشاشة بتاعت ال medium هيكون فيه اتنين بعد كده في الموبايل هيكون فيه واحد والموضوع responsif وكل حاجة تمام طيب بعد كده شباب محتاج بقى ابتدي اظهر المحتوى او الموجود جوه كل item تمام طيب حلو اوي هبتدي اجي هنا في ال store item بالشكل ده بعد كده شباب هاجي هنا في ال card ادي له هنا class name بالشكل ده عايز ال height بتاعي يكون 100% تمام وبعد كده شباب بعد ال image على طوله اتفاقنا بيكون فيه text فهبتدي انادي هنا على ال card بعد كده ادخل هنا على body بالشكل ده جوه ال body شباب هبتدي اضيف title هيكون جوه title هنا name بتاع ال item وجنبه على طول هنا price وفيه مسافة بينهم تمام طيب حلو اوي هبتدي هنا اضيف هنا card بعد كده اقوله هنا dot title بالشكل ده ويتفاقنا اول حاجة معنا هبتدي اضيفه جوه اسبان هي name بتاع ال item ويبعديه على طول هو price او السعر تمام هبتدي مثلا اكبر هنا الخط بتاع ال name بتاع ال item هادي له مثلا font size 2 بالشكل ده وعندي هنا في price هقوله هنا class name بالشكل ده text بتاعه ياخد اللون مثلا اللي هو muted اللي هو اللون gray تمام وهدي له هنا margin left يكون اتنين عشان لو السعر ده text بتاعه زاد ما يكونش لازق هنا في الاسم بتاع ال item تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب محتاج اجي هنا في title اللي ماسك الاتنين دول ادي له display flex وازبط التنسقات بتاعته فاجي هنا عند title اقوله هنا class name بالشكل ده هبتدي اقوله هنا display flex اعمل لي display flex وبعد كده اقوله هنا justify content بعد كده اقوله هنا between عشان يكون في مسافة بينهم تمام بعد كده اقوله هنا align بتاعهم align items يكون عبارة عن baseline يكون على نفس السطر بالشكل ده واجينا بسطينا كده شباب زي ما احنا شايفيه التنسقات زبط وكل حاجة تمام بعد كده محتاج بقى شباب اضيف هنا currency او العملة اللي هو بيظهر بها المنتج ده بناء على المكان اللي انت موجود فيه تمام طيب حلو اوي هاجي هنا شباب وهي ابتدي entry function او component جديد باسمه format currency بالشكل ده dot gs تمام وبعد كده شباب محتاج بقى اعمل function معينة امرر ليها رقم معين اللي هو بيمثل price عشان تبتدي تحدد لي العملة بتاعة البلد اللي انت موجود فيها يعني على سبيل المسال او العملة اللي عايز يظهر بها المنتج ده تمام طيب حلو اوي اول حاجة عاملة هنا شباب ان انا اتشعي هنا variable باسم هنا currency formatter currency formatter بالشكل ده وبعد كده هبتدي انادي هنا على new بعد كده انادي على حاجة اسمها intl dot number format بالشكل ده بتقبل مني اول حاجة يا شباب هي locals او المكان اللي انت موجود فيه عشان بناء علي تحدد العملة اللي تظهر بها تمام ال default بتاعها بيكون عبارة عن اليو اس او اليونيتد ستيتس تمام فكتبت له هنا اندفين الشكل ده وبعد كده اضيف هنا object هبتدي انادي هنا على currency بالشكل ده هتكون عبارة عن USD اللي هو united states dollar تمام وبعد كده تاني حاجة هو ال style اللي هتظهر به ال currency دي هتكون عبارة برضو هنا هبتدي اقول له هنا currency بالشكل ده تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد كده محتاج بقى entry هنا ل function بتاعتي اللي اسمها format currency بالشكل ده دي عبارة عن arrow function تمام ويه بعد كده شباب ال function دي بتقبل مني parameter باسم ال number اللي هو بيمثل ال price او السعر طيب حلو جدا هتريترن ايه هتريترن هنا ال variable اللي انا عملته ده شباب اللي هو اسمه currency تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده ادخل على حاجة اسمها format بالشكل ده format هبتدي اباصي لها هنا number تمام يبقى كل اللي انا عملته هنا شباب اعملت هنا function عشان ابتدي استخدمها في اكتر مما كان في ال application بتاعنا ال function دي بتعمل format ل currency او للعملة اللي تبتدي تظهر بها المنتج بتاعك تمام رجعت هنا في return نديت هنا على ال variable ده بعد كده دخلت هنا ال format method ومررت لها ال number اللي هو بيمثل ال price تمام بعد كده محتاج اعمل هنا export default ليه ال function دي عشان هبتدي استخدمها في اكتر من مكان فقوله هنا export default بعد كده اقوله هنا format currency بالشكل ده تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد كده هاجي هنا في ال store item شباب هبتدي اعمل لها import اقوله هنا import تمام format currency from dot slash بعد كده اقوله هنا format currency تمام التفاعلة دي عبارة عن function بتاعي بالميني ال number اللي هو ال price فهاجي هنا شباب هنادي بقى هنا على ال format currency بتقبل مني هنا ال number ال number هنا بيمثل price بالشكل ده تمام ولو جينا بصينا بقى هنا شباب هنلاقيه فعلا ضاف لي هنا علامة dollar sign عشان هكتب usd تمام طيب حلو جدا الكلام ده كده اضفنا وطبعا لو تلاحز هنا اضاف لي هنا الكومة اللي هو عدة ال الف اضاف لي هنا الكومة ويزبط لي برضو decimal او الارقام العشرية يكون رقمين قبل العالمة تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب محتاج بقى اضيف هنا باقي البنية بتاعة ال item بتاعنا محتاج بعد كده شباب بعد title على طول زي ما اتفقنا بيكون في هنا في البداية خلاص بيكون في button لو ما فيش عناصر موجودة في السلة بيقول لي هنا add to card تمام هبتدي اضيف واحد في السلة بالشكل ده هبتدي يظهر لي هنا ثلاث حاجات فوق هنا عبارة عن البطن بتاع السالب اللي هو ال minus بعد كده يبتدي اعرض لي هنا الكمية وبعد كده يقول لي هنا plus لو حابيتها زود وتحتيها remove تمام طيب في البداية خالص زي ما اتفقنا بيكون في هنا add to card طيب اللي هيحدد الموضوع ده هبتدي enter variable هنا اسميه هنا quantity او الكمية تمام طيب حلو جدا الكلام ده quantity بالشكل ده هتكون في البداية بصفر طيب حلو باوي هبتدي اجي هنا بقى شباب بعد التايتل على طول اعمل هنا ديف الشكل ده الديف ده هبتدي اسأل جوا هنا condition لو quantity بتساوي صفر لو الكمية مفيش عناصر جوا الكارت هتبتدي تعملي هنا البطن بتاع ال add to card عشان من خلاله تبتدي تضيف عناصر في الكارت طيب حلو جدا الكلام ده طيب لو فيه فعلا عناصر عايزك تعملي هنا ديف تمام بالشكل ده الديف ده شباب هيكون جوا اكتر من حاجة زي ما احنا شايفين كده هيكون جوا اول حاجة الفوق ودف تحته الديف الكبير اللي مسكهم طيب الديف الكبير اللي مسكهم هيكون بيمثل الديف اللي احنا كاتبينه ده وبعد كده اعمل ديف اللي هو بتاع اللي فوق اللي هو الديف expectations تمام وتحته على طول بيكون فيه البطن بتاع ال removing تمام فأقول له هنا button بعد كده اقول له هنا remove بالشكل ده. تمام طيب حلو جدا الكلام ده. زي ما احنا شايفين كده هيكون في هنا وهيكون في هنا تلات حاجات. طيب. لو جينا بقى بصين هنا محتاجين نعمل هنا امبورت للبطن. فاقول له هنا بطن بالشكل ده. ولو جينا بصين كده شباب محتاجين بقى نزبط التنسيقات. طبعا الكمية بصفر وبالتالي زراهل هنا البطن. طيب حلو جدا. محتاجين نزبط التنسيقات بتاعة الاتو كارت. هادي له مثلا هنا بتاعه. الويتس بتاعه مثلا عايزوا يكون مية في المية. عشان يملى الكنتينر اللي هو موجود فيه. فاقول له هنا ويتس بمية بالشكل ده. ولو جينا بصين كده الشباب زي ما احنا شايفين كده. محتاج بقى الديف اللي ماسك الديف الكبير اللي ماسك الكلام ده كله. محتاج ادي له هنا بشكل ده. هيكون عبارة عن ندي له هنا مارجين توب اوتو. ليه مارجين توب اوتو عشان الديف ده كله ييجي في النص يعني ايه الكلام ده يعني هنا يكون في هواي مش قبله وبعده تمام ييجي في النص لان انا عامل الحوار ده كله بالدس بلاي فليكس تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد جدا شباب محتاج بقى اجي هنا ده طبعا عندنا الاتو كارت ما عادش في حاجة مفروض بقى ما اجي ضغط عليه يبتدي غير لي الكمية تمام او يبتدي ديف لانصر في الكارت هبتدي غير مثلا هنا الكوانتتي اخليها بواحد بالشكل ده طبعا هنا الكوانتتي مش بواحد فهيبتدي يزهل لي الديف ده تمام زي ما احنا شايفين كده هيكون فيه بس قبل الريموف جوه الديف اللي فوق هيكون فيه كزا حاجة تمام اول حاجة شباب هي عندي هنا البطن بتاع الماينس فقوله هنا بطن وقوله هنا ماينس بالشكل ده وبعد كده عندي البطن بتاع البلاس اللي من خلاله ببتدي اضيف اكتر من عنصر يعني تمام وبعد كده في نص التو باطنس دول هبتدي هنا اضيف الشكل ده اللي هتحدد لي كام ايتم موجود فيه الكارت تمام طيب حلو جدا على سبيل المسال مثلا عندنا هنا واحد ايتم موجود فيه الكارت فهبتدي اضيف له هنا واحد بالشكل ده طبعا الواحد ده شباب هيكون بعد كده دايناميك انه يضاف العناصر الموجودة فيه الكارت هنا بس بنضيف والتنسيقات بتاعتها عندي هنا هبتدي اضيف له هنا بالشكل ده هيكون عبارة الفونت سايز بتاعه ممكن نخليه تلاتة بالشكل ده تمام ولو جينا بصينا بقى هنا شباب الاقي كل حاجة اضافت بالشكل ده محتاجين نضبط التنسيقات بتاعتهم فياجي هنا عند اللي ماسك التلات حاجات دول هبتدي اقول له هنا كلس نين بالشكل ده هبتدي اقول له هنا عشان اعجزهم كده جنب بعض وبعد كده اقول له هنا الالاين ايتمز بعد كده اقول له هنا بالشكل ده واقول له هنا جاستفاي كونتنت بعد كده اقول له هنا بالشكل ده ولو جينا بصينا كده شباب زي ما احنا شايفين جنب في نص البوكس كده وبعد كده محتاج بقى اجي هنا ده الديفل كبير اللي ماسك كل حاجة اللي ماسك اللي فوق واللي ماسك الزرار بتاع الريموف هتديروا برضو شوية التنسيقات تمام هبتدي اضبط التنسيقات بتاعته من خلال برضو الفلكس بوكس فاقول له هنا سبلاي فلكس وبعد كده اقول له هنا الالاين ايتمز بعد كده اقول له هنا بالشكل ده وبعد كده المرة دي بقى هعمل هنا فلكس كولوم عشان يكون على شكل عمود تمام بالشكل ده عشان في حاجتين تاكده تحت بعض زي ما احنا شايفين عشان الريموف ييجي في النص تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب محتاج بقى اعدل هنا في الريموف محتاج اضبط هنا التنسيقات بتاعته فهعمل هنا بتاعته بالشكل ده يكون اللون الاحمر فاكتب له هنا بالشكل ده والصيز بتاعته مثلا ممكن اعدل هنا الصيز بتاعته يكون عبارة عن ابتدي اضيف هنا تمام والمفروض برضو ما اجي اضغط عليه يبتدي يعمل لي ريموف لي ايتم مواين موجود جوا الكارت زي ما احنا شايفين كده طيب حلو جدا الكلام ده محتاج برضو شباب اعمل جاب او مسافة بين اللي فوق واللي تحت تمام في البداية كده عندي هنا ده الديف الكبير اللي ماسك كل حاجة اللي ماسك التلات حاجات اللي فوق واللي ماسك البطن بتاعي ريموف هبتدي مثلا اجي هنا تمام ده الديف اللي ماسك كل حاجة هبتدي مثلا اجي هنا هبتدي اضيف custom styling تمام هضيف مثلا جاب هعمل مسافة تمام وليكن مثلا نص ريم بالشكل ده عشان بس الدنيا تفصل عن بعضها كده يكون في مسافة فوق وتحت تمام وهبتدي اعمل برضو الجاب ديت برضو شباب عندي هنا في الديف ده تمام عشان يفصلوا برضو عن بعض بالشكل ده لو جينا بصينا كده هلاقي التو بطنس دول فصلوا عن التكست الموجود في النص تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده محتاجين بقى هنا كده خلاص الستركشور او البنية بتاعتنا طبعا لو رجعنا دي الديفولت بتاعتها بيكون زيرو ان ما فيش ايتمز خالص وبالتالي هيزهر لنا بالشكل ده المفروض دي ما جي ضغط هنا add to cart هيبتدي يعدل اللي هنا في الكوانتاتي دي يخليها برقم معين مثلا بالشكل ده وبالتالي هيبتدي يزهر لي الكلام ده كده شباب عملنا الستركشور او البنية بتاعت محتاجين بقى لجزئية مهمة وهي ان احنا اول حاجة نعملها ان احنا نضيف ايتم عندنا في السلة يعني في البداية خلاص بتكون كده واضغط هنا add to cart تبتدي تشاغل بالفنكشناليتي ديت هنبتدي بقى نستخدم شباب الكونتكست عشان ابتدي اشارك البيانات ديت وابتدي اعرضها عندي هنا في الكارت تمام هبتدي واخزم في البيانات ديت ومن خلال الكونتكست هبتدي اظهر البيانات اللي بتضف في الستيت اظهرها جوه هنا في الكارت تمام طيب حلووي عايزين بقى شباب الكونتكست تمام الكونتكست ده هيكون جوه جديد اسميه هنا شوبين كارت كونتكست دوت جي اس بالشكل ده بعد كده هبتدي اعمل هنا امبورت للميثود اللي من خلال هبعمل كريات للكونتكست فاقوله هنا كريات كونتكست بالشكل ده من بعد كده شباب هاجي هنا وبتدي اللغة الخاص بي هسميه هنا شوبين كارت كونتكست بالشكل ده وابتدي هنادي هنا على الميثود بتاعة الكريات كونتكست تمام بالشكل ده في البداية خالص الشباب هيكون عبارة عن امتي اوبجيكت تمام وبعد كده امتي اوبجيكت لان انا هضيف كل حاجة هضيف في البروفايدر البيانات اللي بتبتدي الكونتكست بروفايدر يوفرها لي هي عبارة عن اوبجيكت ففي البداية خالص البيانات المخزانة جوه الكونتكستيباي هتكون عبارة عن تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده هبتدي بقى انتري استخدم هنا عشان انتري الفونكشن بالشكل ده مش محتاج هنا لان انا مش هرجع هنا جيس اكس بالشكل ده كل اللي انا هرجعه هنا شباب دي عملت هنا فونكشن مفروض الفونكشن دي اسمها وبعد كده اللي هي هتوفر لي البيانات تمام طيب حلو جدا الكلام ده في الريتيرن هنا هبتدي انادي هنا على الكمبونت اللي اسمه هنا شوبين كارد كونتكست بعد كده اقول له هنا دوت بروفايدر تمام وبعد كده المفروض اللي يزار معي هنا بقى شباب هي تمام لان انا هعمل راب لي البروفايدر داخل الابليكيشن كله فالتشيلدرين بيمثله الابليكيشن كله واعمل هنا دستراكشور لي للتشيلدرين بالشكل ده بعد كده شباب محتاج بقى انشي استيت اللي تفعل عنه ده اللي هنخزن فيه المنتجات بتاعتنا تمام ومن خلال هو اللي هيوفر لنا البيانات ديت تمام طيب حلو قوي هبتدي انشي استيت هنا شباب هسميه هنا كارد ايتمس بالشكل ده وابتدي عدل فيه الكارد ايتمس ده تمام بالشكل ده وهبتدي انادي هنا على اليوز استيت هوك تمام طيب حلو جدا الانشيال فاليو بتاعته شباب هتكون عباره عن امتي اري انا هبتدي اعمل اري هديف جواه اوبجيكس الابجيكس ده الايتم اللي تضاف فيه الكارت. تمام? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده يا شباب محتاج اجي هنا اللي هيبتدي يوفرها لي البروفايدر او الكونتكستي بي اي هتكون عبارة عن اوبجيكت. تمام? وهيكون جواه اول حاجة هي الكارت ايتمز. تمام? طيب حلو جدا لان انا هستخدمها في اكتر من كومبونت. تمام? طيب حلو اوي الكلام ده. بعد كده يا شباب محتاج بقى هوك معينة او كاستوم هوك انا اعملها. هنادي عليها في اكتر من كومبونت. من خلالها ابتدي اوصل للبيانات المخزنة جوه الكونتكستي باي. تمام? طيب حلو جدا اول اللي بوافرها لي الكونتكستي باي. هبتدي اقول له هنا اكسبورت. بعد كده اقول له هنا كونست. بعد كده اقول له هنا مثلا نيوز شوبين كارت. بالشكل ده. هتكون عبارة عن ارو فونكشن. الفونكشن ده يا شباب هتريترن. هترجع. عبارة عن اليوز كونتكست. تمام? اللي هي البلت ان هوك الموجودة في الرياكت. وبتقبل مننا شباب اسم الكونتكست. هبتدي اوصل له هنا الشوبين كارت كونتكست بالشكل ده. طبعا? يبقى لو انا عايز اوصل لبيانات جوه الكونتكست هبتدي انادي هنا على الهوك اللي هي اسمها يوز شوبين كارت. طبعا? طيب حلو جدا الكلام ده. بعد كده شباب محتاج بقى اجي هنا. مفروض اخده ده كوبي. واعمله هنا اكسبورت. يبقى اكسبورت شوبين كارت بروفايدر. يعني ما اجي اعمل امبورت للفنكشن ديت اللي هي اسمها شوبين كارت كونتكست. اللي هيرجع منا هو البروفايدر. فمحتاج اجي هنا في الابليكيشن شباب. في الاب دوت جي اس. هبتدي اجي هنا وانادي على البروفايدر. اتفعنا البروفايدر. بعمل راب للابليكيشن كله بداخله. عشان كده اضيفنا وعملنا ديستراكشن لي لتشيلدرين. تمام? هبتدي اعمل هنا راب لي الابليكيشن كلو تمام داخل ال unusual mood provider تمام الشكل ده اللي هو shopping card provider مش محتاج بقى collaborative fragment الشكل ده بعد كده محتاج اعمل هنا import لـ shopping card provider هقول له هنا import بعد كده shopping card provider هبتدي اجيبه هنا من context بعد كده shopping card context تمام طيب حلو جدا الكلام ده محتاج بقى شباب تركيزي هنا لان احنا هنبتدى نضيف الفانكشناليتي اللي بتتم فيه الهبليكيش كل اللي انا هعمله ان انا هبتدى اضيف جوه الكونتكست اي بو اي فانكشنز معينة هبتدى امرارها لي البروفايدر عشان نستخدمها فيه كومبونت مفاصل على سبيل المسال عندنا اول زرار بتاعي الادتو كارت ماجه يضغط عليه ينفس فانكشن معينة اللي هيبتدى ينفذه ان هو يضيف لي البروداكت ده عندي فيه الكارت تمام دي اول فانكشن هنعملها طيب حلو جدا الكلام ده وهكذا هنضيف بقى جميع الفانكشنز هنا فيه الكونتكستيب اي ونبتدى نستخدمها في كل كومبونت تمام طيب حلو قوي اول فانكشن شباب هبتدى استخدمها هي ان انا اعرف الكمية بتاعت العناصر الموجودة في الكارت فهسميها مثلا هنا جيت ايتمز بعد كده كوانتاتي عشان تبتدى تحددلي الكمية دي عبارة عن ارو فانكشن عادية بتقبل مني براميتر اللي هو الاي دي تمام وبترجع حاجة معينة تمام طيب حلو جدا الكلام ده عندنا هنا شباب اتفعنا هنخزن المنتجات كلها اللي جوه الكارت دي هنخزنها جوه استيت تمام الاستيت هنا اسمه كارت ايتمز تمام بيمثل هنا عبارة عن الري هبتدى اضيف جوه اوبجيكت لو جينا بصينا كده على الكارت بتاعتنا ديات هنلاقي هنا فيها تفاصيل كتيرة فيها مثلا الصورة وفيها النام وفيها البرايس وهكذا تمام طيب حلو جدا هنبتدي بقى المفروض انت التفكير المنتج ان انت جوه هنا هتبتدي تضيف الابجيكت النام والصورة والكل حاجة تمام لا انا هتبتدي اضيف هنا حاجتين بس يا شباب هي الاي دي وهي الكوانتتي تمام او الكمية بتاعت الايتم ده او البروداكت ده على سبيل مثلا انت حبيت مثلا تضيف في السلة كذا كتاب فبالتالي الكوانتتي هنا بتكون عدد الكتب اللي انت ضفتها تمام طيب حلو جدا ليه انا ضفت الاتنين دول بس دولة شباب عشان لو حبيت تغير فكرة الابليكيشن او تضيف هنا منتجات تانية غير اللي انت ضيفة هنا ما تتروحش تاني تعدل فيه الكنتكستي باي لا انت عايز تماشي الموضوع ديناميك من خلال الاي دي يعني انت بتضيف هنا فيه الداتا تمام العناصر الجديدة تمام فبتكون شايل اي دي معين تمام فمن خلال الاي دي ده هتبتدي تظهر البيانات المتعلقة بالعنصر اللي انت ضفته تمام ارجو تكون متخيل الموضوع يعني ما ترجعش تاني يتعدل فيه الكنتكستي باي طيب حلو جدا الكلام ده في البداية كده شباب عندي هنا الستيت هيكون عبارة عن mt array تمام وهيبتدي يضيف object جوه ال id و ال quantity او الكمية بتاعت ال product تمام طيب حلو جدا الكلام ده ال get items quantity مفروض دي بترجع لي بترجع لي عدد ال items المخزنة جوه الكارت اللي هي مخزنة جوه الستيت تمام طيب حلو اوي الكلام ده عشان اجيب العدد بتاعهم هبتدي انفذ الفكرة دي زي هقوله هنا في return نادي هنا على الكارت items تمام بعد كده دخل عليهم find بالشكل ده هتبتدي تعمل loop جواه وتبتدي تعرض لي هنا ده ال item ال item ذات نفسه اللي بيمثل ال object اللي اتفقنا جوه ال id وجوه ال quantity او الكمية بتاعت ال product تمام طيب حلو اوي هبتدي اعمل condition بسيط هنا اقوله هنا ال item اللي هو مخزن جوه الستيت هبتدي اقوله هنا dot id لو ال id بتاعهم بيساوي ال id اللي انا ممرره لك من خلال الفنكشن اللي اسمها get items quantity تمام لو ال id هو هو ال id رجع لي هنا ال quantity او الكمية بتاعت ال product ده تمام يبقى كل اللي انا هعمله هنا شباب ان انا همرر لك هنا id لل function اللي اسمها get items quantity تمام ال id ده لو بيساوي id ال item موجود عندك في الكارت تمام بالشكل ده رجع لي هنا ال quantity او الكمية بتاعت ال item ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده طب نفترض في البداية خالص انت ما عندكش items موجودة في الكارت فمحتاج هنا تعمل question mark بالشكل ده بحيث ان انت تعمل condition بسيط تعمل check level لو الكلام ده مش موجود تمام لو ما فيش عناصر هترجع لي هنا ال quantity فمحتاج تعمل هنا quitter mark عشان ما يجيلكش error يقولك هنا ان دي ممكن تبقى null او undefined مش موجودة تمام طيب حلو عندي هنا لو الكمية دي بقى مش موجودة مفروض ترجع لي مفروض ترجع لي صفر بالشكل ده فعملت هنا or operator يعني الكلام ده كله لو مش موجود يعني في البداية خالص عندك هنا card items mt array يعني ما فيش عناصر جواها فبالتالي هترجع لي هنا من function دي هترجع لي صفر تمام ارجو تكون متخيل الموضوع طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب تاني function معنا هي بتاعت دي طبعا بتظهر لي الكمية بتاعت ال items بعد كده عندي هنا تاني function هبتدي نفزها هي add to cart تمام ان انا هبتدي اضيف العنصر ده في السلة لو عايزك بقى تركز معي هنا عشان نبتدي نفهم كل حاجة لو فهمت دي هتفهم بتاعت ال remove طمام طيب حلو قوي هبتدي بقى اجي هنا وقوله هنا مثلا increase بالشكل ده increase هنا court quantity بالشكل ده تمام ال function دي هبتدي انافزها في اكتر من مكان في مكانين اول مكان بتاع ال add to cart المفروض لما اجي اضغط هنا بيعمل increase لل cart quantity ان انا ببتدي اضيف انصر بالشكل ده فبتنفيز لل function اللي انا لسه ضعيفها دي اللي اسمها increase cart quantity تمام طيب حلو قوي نفس ال function دي هتبتدي تتنفذ برضو لما اجي اضغط على الزرار ده بتاع increase ان انا هزا زود الكمية تمام طيب حلو او الكلام ده هاجي هنا function دي يا شباب هتابل مني برضو ال id بتاع product او answer تمام بعد كده شباب اتفانى فيه increase ان انا بعمل increase ل quantity او بزود الكمية لمنتج معين متخزن جوه الكارد عندي هنا two cases عندي حالتين اول حالة ان العنصر ده ما يكونش موجود اللي انا بضغط عليه ان انا عزا اضيفه للكارد ما يكون موجود في الكارد اصلا وبالتالي انت تضفولي طيب لو هو موجود تزود للكمية بتاعته تمام دول two cases اللي احنا هنعملو يبقى اول كيس معنا شباب ان انا ببتدي اعدل في قيمة الكارد ايتم المتخزنة جوه الستيد فهنادي هنا الست كارد ايتم بالشكل ده بتقبل مني هنا اللي هو بيمثل الكارند ايتم تمام بالشكل ده وبعد كده شباب هبتدي اعمل هنا او الكندي معي ان العنصر ده لو مش موجود دمن الكارد فانا عايزك تضفولي جوه الكارد تمام دي اول كيس معنا فهبتدي اقوله هنا الكارد ايتم تمام بعد كده اعمل هنا فاين بالشكل ده وبعد كده كل ده عشان اوصل يا شباب للايتم ذات نفسه يعني انا عندي هنا الكارند ايتم اللي هي بتمثل الري طبعا انا عايز اوصل للايتم هنا هقوله هنا الايتم دوت اي دي لو بيساوي الاي دي اللي انا بعته لك اللي انا مفروض ما جضعت عليه بالشكل ده لو بيساوي وفي نفس الوقت برضو بيساوي هنا نل يعني ايه الكلام ده يعني بيقوله هنا لو الاستيت لو العنصر ده مش موجود ضمن الكارند ايتم انا عايز اكبر تدفولي عندك في الكارد فعملت هنا الري هبتدي اعمل هنا استخدمت عشان ابتدي اعمل هنا الايتم القديمة الموجودة عشان احافظ على الايتم الموجودة جوه الكارد تمام وكل اللي انا هعمله بس ان انا هبتدي انادي هنا على الاي دي وعدل فيه الكوانتاتي تمام هي في البداية اتفقنا دي يعني ما فيش اي عناصر جوه الكارد بالتالي هعدل هنا بيكون في الاي دي والكمية او الكوانتاتي والاي دي طبعا ثابت اللي انت بتجيبه بواسطة هنا ان انت بتمرره للفونكشن دي يبدأ اول كيس معنا شباب ان انا بسأله هنا لو العنصر اللي انا بضغط عليه مش موجود في الكارد فانا عايزك تضفولي طبعا طيب حلو واتخلي هنا طبعا الكوانتاتي بتاعته انا بزود الكمية تمام طيب حلووي هبتدي اقوله هنا المفروض هنا في الكيس التانية يزود لي الكوانتاتي تمام طيب حلووي هبتدي اقوله هنا بعد كده دخل عليهم تمام وبعد كده اقوله هنا بالشكل ده كده انا وصلت للايتم المخزن او كده وصلت للايتم المخزن جوه هبتدي اسأله برضو هنا اقوله هنا الايتم بعد كده اقوله هنا بالشكل ده لو بيساوي الاي دي اللي انا ممرره لك تمام بالشكل ده عايزك هنا شباب ترجعني هنا عبار عن الابجيكت الابجيكت ده هيكون في جواء بالشكل ده وبعد كده هعدل بقى زي ما اتفقنا هبتدي ازود عليها واحد فاقوله هنا انا دخلت ليه شباب لان انا عايز احافظ على الكمية الموجودة ضمن البروتكت ده فانا عملت هنا لوب عليه بالشكل ده عبال ما وصل هنا للايتم وبعد كده عملت هنا قلت له لو الاي دي بتاع الايتم ده هو الاي دي اللي انا ممرر هو لك انا عايز تزود لي الكمية بتاعته يعني تحافظ لي على الكمية تزود عليها واحد بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده غير كده عايز ترجع لي الايتم زي ما هو تمام يبقى لو انت ما عملت حاجة خالص رجع لي الايتم زي ما هو فقول هنا حلو جدا الكلام ده يعني ايه يعني انت عندك مثلا ضغطت هنا قلت له add to cart تمام ونفزت الفنكشن ديت وعندك هنا الايتم مش هو هو الايتم اللي انت برجع فاسيب للايتم زي ما تعملش اي حاجة تمام طيب حلو جدا الكلام ده ده عندنا شباب ديت الانكريز نفس الفكرة الابزت بتاعها او العكس بتاعها هو ال ان انا اتدي اشيل الايتم ده عندي من الكارت بعد كده هبتدي اخد هنا كوبي هعدل الانكريز ديت بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده نفس الفكرة برضو شباب هعمل تشيك هنا لو العنصر اللي انا اعطيلك الاي دي بتاعه مش موجود عندي فيه الكارت يعني الكارت فاضية ما فيه حاجة المرة دي انا عايزك تبتدي تعمل لي هنا فلتر هتبتدي هنا تشيل كل ده تمام وتبتدي تقول لي هنا الكارنت ايتمز تمام دوت فلتر بالشكل ده وبعد كده هنييجي هنا من الفلتر بعد كده هتقول لي هنا الفلتر هتعمل له على العناصر المخزنة جوه والستيت تمام وتنفذ الشرط ده ايتم دوت اي دي لو مش بيساوي الاي دي اللي انا مرره لك تمام يبقى الكونديشن اللي حصل هنا شباب في اول كيس معنا ان انا بابتدي اقول له هنا لو العنصر اللي انا بدغط عليه ده تمام انا عايز اشيله طبعا من الاستيت او عايز اشيله من الكارت لو هو مش موجود اصلا تمام عايز اكت ترجعلي باقي العناصر يعني لو الاي دي اللي انا بعته لك مش ضمن هنا مش ضمن اي دي العنصر موجود جوه الكارت تمام فرجعلي باقي العناصر تمام طيب حلو جدا الكلام ده طيب لو هو بقى موجود فعلا لو مش بيساوي نال تمام انا عايز اكتشيله لي او تقلل الكمية بتاعته تمام طيب حلو جدا يبقى هبتدي هرجع موجود هبتدي عمل خالص ويشيله تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب ده عندنا هنا معنا اخر اللي هي بتاعت فاقوله هنا بعد كده اقوله هنا الشكل ده تمام دي عبارة عن عادية بتقبل مني هنا شباب بتاع الايتم اللي انا عايز امسحه من الكارت بعد كده هبتدي عدل هنا في بعد كده اقوله هنا اللي هو بيمثل هنا بالشكل ده هبتدي بقى يا شباب انادي هنا على ودخل علي هنا الفلتر تمام بالشكل ده هتبتدي تعمل لوب على العناصر وترجع له هنا وتنفذ الكنديشن ده هتقول لي هنا الايتم لو لا يساوي الاي دي اللي انا بعته لك رجع لي العناصر يبقى الكنديشن اللي انا عملته هنا في الفلتر ان انا بقول له هنا لو الاي دي اللي انا بعته لك لا يساوي الاي دي العناصر المخزن جوه الكارت رجع لي العناصر وامسح لي الاي دي ده اللي هو بيساويه تمام حلو جدا الكلام ده يبقى الكنديشن ده هيرجع جميع الايتم الموجودة مع الاي دي بتاع الايتم اللي انا بعته له تمام اللي انا عايز عمله الريموف يعني تمام طيب حلو جدا الكلام ده شباب محتاجين بقى نوفر الفونكشن ديت كلها للكنتيكست بروفايدر فاول فونكشن معنا اللي هي بتاعت اليتم هبتدى مررها هنا وبعد كده عندي هنا الانكريز بالشكل ده وبعد كده عندي هنا الديكريز تمام واخر ايتم معنا او اخر فونكشن معنا اللي هي بتاعت ريموف هبتدى اقول له هنا ريموف بالشكل ده تمام ونعمل فورماتيك للكود وهيكون بالشكل ده حلو جدا الكلام ده شباب عايزين بقى ننفذ الفونكشن دي عندنا هنا في الكمبونت بتاع الستور ايتم تمام عشان اوصل لها شباب كنت بوصلها من خلال الهوك اللي احنا ضفناها تحت اللي هي بتاعت هبتدي انادي عليها هنا جوه الفونكشن هقول له هنا وابتدي اعمل للحاجات اللي انا عايز استدعها هنا تمام ونادي هنا على الهوك دي وتأكد طبعا ان انا عملت لها امبورت طيب حلو جدا الكلام ده الكمبونت هنا شباب بتمثل زيرو في البداية زيرو انا عايز بقى ماشي الموضوع ديناميك ان انا خلي الكمبونت دي تجيب القيمة من الفونكشن اللي انا اضفتها هنا وما انا ضيفها هنا للي هي لجيت ايتم كوانت عشان ابتدي ابصيها هنا الشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده لازم طبعا اجيبها باستخدام لان انا هجيبها من الكون تكستي باي تمام طيب حلو قوي لو نفتكر يا شباب الفونكشن دي كانت بتقبل مني الاد بتاع هنا البرودكت او بتاع العنصر طب وده هجيبه منين من خلال الاد انا جايبه هنا اهو جايب الاد فمرر هنا الاد بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعدك يا شباب محتاجين بان هندل البطن اللي عندنا او البطن بتاع الاد محتاج ينفذ الفونكشن بتاعة الانكريز ان هو يبتدي يضفلي انصر في الكارت تمام فهبتدي اعمل دي ستركشن دي الفونكشن ديت ويه ابتدي اقول له هنا اون كليك لما اجي اضغط على البطن ده انا عايزك تنفذلي فونكشن معي هنا تمام الفونكشن ديت هتبتدي ترجع لهنا الانكريز كارت اللي بتقبل مني يا شباب الاي دي والاي دي اتفقنا بييجي من خلال الديستركشن تمام طيب حلو جدا الكلام ده هكذا برضو عندي هنا في الديكريز تمام هبتدي اضيف هنا الديكريز فونكشن بالشكل ده المفروض الديكريز بتقلل عدد الكمية بتاعت البرودكت طيب ودي هتتنفس فين في البطن بتاع الماينس تمام فاقوله هنا لما اجي اضع تكليك تنفذ لي هنا فونكشن بالشكل ده هتبتدي تنادع على وتمرر هنا الاي دي تمام كذلك برضو يا شباب عندي هنا في هاخد هنا كوبي وابتدي اضيف هنا الفونكشن دي هنا في المفروض بحلو اوي الكلام ده فاضل لنا فونكشن الاخيرة بتاعت الريموف ان انا بمسح الايتم خالص من الكورد تمام فهبتدي اجيب هنا باستخدام بالشكل ده واجه هنا عند الريموف البطن بتاعه اهندل البطن ده اقول له ان اون كليك لما اضغط عليه عايزك تنفذ لي فونكشن مع هنا الفونكشن دي هتبتدي ترجع لي بتاعت الفونكشن بتاعت الريموف ايتم اللي بتقبل مني الاي دي بالشكل ده شباب تمام طيب حلو جدا الكلام ده لو جينا كده بصينا على اللي احنا عملنا ده كله تمام عملنا الريفريش هنا المفروض الماج يضغط هنا على يبتدي يا شباب لو جينا بصينا كده كده هو ضف العنصر في الكارت تمام وبالتالي الكوانتاتي بقت واحد صح تمام حلو جدا هنا بقى المفروض هنا غير لي هنا طالما هي واحد غير لي بقى هنا الاتو كارت لكلام ده كله تمام طيب حلو جدا عايزين بقى نخلي الموضوع ده ديناميك يعني المفروض ايه التكست المفروض يظهر معنا ده هنا مفروض ضف لي هنا الكوانتاتي كمية بواحد طيب المفروض ما هي ضغط على هنا يعمل الكوانتاتي اضغط هنا كده بيعمل الكوانتاتي محتاجين بقى نعدل الواحد ده نخلي الموضوع ديناميك يزيد معنا تمام فهاجي هنا مفروض هنا ديت الكوانتاتي اللي شايلة الكمية بتاعت البرودكت فهاجي هنا شباب المفروض مكان الواحد هنا هشيله كده بالشكل ده ونادي على الكوانتاتي اللي هي الكمية بتاعت البرودكت لو جينا بقى بصينا هنا شباب قال لي هنا خمسة تمام هعمل ريفرش هنبدأ تاني من جديد هقول هنا add to cart بعد كده قال لي هنا واحد في السلة بعد كده هتضغط هنا قال لي هنا ثنين بعد كده ثلاثة بعد كده وهكذا تمام شباب طيب حلو جدا الكلام ده لو عملت remove المفروض بيمسح لي البرودكت ده او العنصر ده من الكارت تمام فهتضغط هنا remove شله لك وبالتالي الquantity رجعت تاني بزيرو وبالتالي ظهر لك هنا البطن عشان الموضوع ده يوضح هنيجي لي بتاعت لو جينا كده بصينا اللي هي اسمها وبصينا كده على تمام لو جينا كده بصينا كده على بالشكل ده في البداية يا شباب زي ما اتفعنا عبارة عن هتبتدي تقول له هنا تمام نيجي هنا بس نبص كده تمام ده معنا هقول له هنا بالشكل ده هيبتدي يضيف لي فعلا ايتم جديد في اتفعنا بيكون في تمام بتاع الايتم ده والكوانتيتي بواحد هبتدي زود الكوانتيتي بالشكل ده هيبتدي يعدلها هنا زي ما احنا شايفين كده تمام هعمل هنا مثلا بالشكل ده هيقلل الكوانتيتي هعمل هنا شباب يبتدي يشل هنا الايتم خالص من الستيت تمام دي كده الاستينشن دي عشان ترائب الستيت قبل ما تبتدي تيجي هنا في الكارت وتبتدي تظهر محتوى الاستيت تمام طيب حلو اول الكلام ده شباب محتاجين بقى نظهر العناصر دي عندنا في الكارت ونبني بتاعة الكارت اللي بتظهر على جنب دي هاجي بقى هنا شباب انشيها جوه كومبونت دي الاتشيلدرين الاتشيلدرين دي بتمثل الابليكيشن بتاعنا كل ده تمام هابتدي اجي هنا تحت الاتشيلدرين هابتدي اعمل كومبونت جديد خاص بالكارت هسميه مثلا هنا شوبين كارت بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده الاتشوبين كارت ده شباب هيمثل كومبونت فاقوله هنا شوبين كارت دوت جي اس بالشكل ده بتدي استخدم عشان بعد كده شباب محتاج بقى اعمل او بتاعت الكارت ذات نفسه تمام هابتدي هنا اجي في هبتدي هرجع هنا شباب كومبونت في اسمه أوف كامبس تمام أوف كامبس ده بيمثل المينيو اللي هي بتظهر معايا على الجانب دية تمام طيب حلو جدا الكلام دي تظهر معايا تمام طيب حلووي بعد كده بعد كده هنبني بتاعتنا اقوله هنا بعد كده دوت هيدر اللي هو الهيدر الرئيسي اللي بيبقى فوق تمام هبتدي اضيف عليه هنا شباب الكلوز بطن عشان الماجا ضغط عليه يبتدي يفلي المينيو تمام اقوله هنا بالشكل ده تمام بعد كده هبتدي اقوله هنا بعد كده دوت تايتل العنوان المفروض يظهر معايا اسمه كارت تمام بالشكل ده تمام احنا شباب بنبني البنية بتاعتنا اللي هي ديت لو جينا كده بصينا هبتدي اضيف هنا الكارت وهيكون فيه عندي هنا البطن بتاع الكلوز تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد كده عندي هنا فيه هيكون جوه الهيدر بعد الهيدر على طول المفروض اعمل اللوب على العناصر او الايتمز الموجودة جوه الكونتكست باي اتفقنا الكونتكست باي بشارك البيانات المخزنة جوه الستيت تمام طيب حلو اوي الكلام ده هاجي هنا ابتدي اقوله هنا كونست انا عايز بقى اوصل هنا للكارت ايتمز عشان كده شباب مررناه هنا للكونتكست بروفايدر اللي هي الكارت ايتمز عشان تبتدي تظهر معايا في الكارت في المينيو تمام فاقوله هنا اجابها بوسطة وابتدي انادي هنا على بالشكل ده تمام طيب حلو عندي هنا الكارت يا شباب في هبتدي اعمل لوب على العناصر المخزنة جوه الستيت تمام فاقوله هنا بالشكل ده عندي بعد كده الايتم ذات نفسه تمام هبتدي ارجع هنا شباب فعملت هنا بالشكل ده هبتدي ارجع هنا الكارت ايتم تمام اللي هو بيمثل عندنا كده اللي هو ده الشباب تمام ده الكارت تمام هبتدي اضيفه في او اسميه هنا بالشكل ده طيب حلووي بعد كده شباب اول عنصر مقابل الماب محتاج اضيف هنا اليونيك كي اللي بيمايز العنصر ده فهبتدع أقول له هنا الائتم دوت اي دي اتفقنا شباب في الكارت ايتمز دي جواها حاكتين أو جواها object جواه to property أول property اللي هو اسمه الائي دي وتاني property اللي اسمه quantity تمام طيب حلو جدا دولة البروبرتيز دي هبتدع أمررهم كبروبس للكمبونت اللي اسمه card item عشان هبتدع يستخدمه في الكمبونت ده فهبتدع أنادي هنا على الائتم بالشكل ده اللي هو بيمثل object وعمل هنا extract للبروبرتيز اللي جواه الابشكت عشان يمثله هنا بروبس هبتدع أستخدمهم هنا هبتدع أنشي هنا كمبونت شباب بتاع الكارت ايتم بالشكل ده هبتدع أستخدم هنا react snippets عشان أكرية الفونكشن ويعايزين بقى شباب نبتدع ننشي الكارت بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده هبتدع أنشي stack هقول له هنا في return هنادي على الموجود في البوتستراب هقول له هنا stack بالشكل ده وتأكد أننا عمطله import وبعد كده هقول له هنا التنسيقات بتاعته هقول له هنا direction بتاع الاستاك ده هيكون عبارة عن horizontal horizontal عشان كده كل العنصر جاء تحت بعضها وبعد كده هقول له هنا class name بتاعه لو لاحظت كده شباب هنا هتلاقي هنا الصورة والبيانات بتاعت ايتم اعز اجابهم كده جنب بعض باستخدام فهعمل هنا display flex بالشكل ده وبعد كده align item center تمام بالشكل ده وعايز اعمل gap او مسافة بين كل ايتم والتاني فهعمل هنا لجاب مثلا بي اتنين بالشكل ده وبعد كده شباب زي ما احنا ملاحظين كده في الاستاك عايز بقى اجيب الصور ديت طيب انت هتسألني سؤال هنا مفروض هنا في الكارد انا ببتدي اوصل للايتم اللي هو ال id بتاع الايتم والكوانتتي تمام بالشكل ده طيب حلو جيد اللي جابهم هنا شباب باستخدام ال props تمام طيب حلو هعمل هنا import دي الكارد ايتم بالشكل ده عشان ما فيش error طيب حلو قوي عندي هنا ال id والكوانتتي طيب حلو قوي انت عايز بقى توصل لي البيانات من خلال ال id اللي شرحناه عشان الموضوع يمشي dynamic تمام عشان توصل لي البيانات من خلال ال id هنيجي هنا شباب نقول له هنا import الشكل ده لل data كلها بتاعت ال json file اللي هي كان اسمها store items تمام بالشكل ده تمام دي ال data جميع ال data المتخزنة عندي هنا store اكتب هنا store items بالشكل ده من dot dot slash بعد كده data بعد كده وديني هنا لل store items بالشكل ده دي ال data جميع ال data اللي عندي فيه ال application طيب حلو جدا الكلام ده هنعمل condition بسيط هنا عشان ابتدي من خلاله اوصل دي البيانات بتاعت ال id المخزن جوا الكارت يعني عايزك تخيل معايا كده الكارت اتفقنا جوا ال id عايزة اوصل من خلال ال id بتاع ال item ده للصورة بتاعته والاسم بتاعته وكل حاجة تمام طيب جدنا كده كل البيانات الموجودة في ال json file هتدي اجي هنا هنا شباب هقول له هنا item بيساوي بعد كده هقول له هنا جميع البيانات دخل عليهم ال find اتفقنا ال find دي بتعمل check تمام هتعمل لوب على العناصر ديت تمام وتشوف هنا تنافذ ال condition ده تمام المفروض بقى هنا مش هرجع هنا item انا عايزة هرجع بس ال id تمام بتاع ال item فهبتدي اقول له هنا ال i اللي هو اختصار لي ال item بعد كده هقول له مثلا هنا id بالشكل ده لو ال id بتاع ال item اللي هو الكبير البيانات الكبيرة المتخزنة جوا ال json file تمام بيساوي ال id اللي انا بعته لك هنا ده باستخدام كده يبقى ده انا وصلت كده ليه ال item تمام طيب حلو قوي بعد ما وصلت ليه ال item يبقى محتاجة اجيب هنا ال item واعرض بقى البيانات اللي جواها تمام يبقى انا عملت هنا check بسيط كده تمام قلت هنا ال id ده تمام اللي هو جوا الكارد ذات نفسها لمخزنة جوا ال state عملت هنا condition بسيط لو هو ضمن عنصر موجود جوا ال data الكبيرة بتاعة ال store items تمام رجع لي العنصر ده او ال item ده طيب ولا انا هستفادي اما رجع ال item ده هبتدي بقى اظهر البيانات اللي جواه الصورة والاسم وكل حاجة تمام طيب حلو جدا الكلام ده هنعمل check بسيط برضو هنا اقول له هنا if condition لو ال item تمام بيساوي null لو ال item ده مش موجود هت return null بالشكل ده يعني مش عايزك ترجع لي حاجة تمام ده condition كده بسيط طيب حلو جدا الكلام ده يعني لو ال item ده ال id ده تمام مش موجود تابع item موجود جوا ال json file ما ترجع ليش حاجة طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده ال stack هنا شباب اتفقنا اول حاجة في ال image الصورة المرة دي بقى انا عايز اوصل ليه الصورس بتاع الصورة هوصل لها ازاي هوصل لها خلال ال item اتفقنا ال item dot وبعد كده اقول له هنا وصلني اهو ليه ال image url بالشكل ده تمام طيب حلو قوي بعد كده ممكن اضيف هنا alternative text بالمرة كده اقول له هنا مثلا cart dash image بالشكل ده وبعد كده شباب بعد الصورة على طول هيكون في data بتاعة ال item تمام محتاج بقى اجي هنا سريعا كده هبتدي اخد copy كده ليه تنسيقات هبتدي اضيفها لك هنا هبتدي اعمل هنا style للصورة عملت هنا الويتس 125 بيكسل الهايط 75 ال object fit cover عشان الصورة كلها تضغطها ضمن الويتس اللي انا اعطيته له تمام طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده شباب تحت الصورة اقول لي يعني احنا لو جينا بصينا كده عندنا هنا في الكارت المفروض بقى ما جاء ضغط على هنا على الكارت تبتدي تعرض لي المينو ديت هنبتدي ننفذ الفنكشناليتي دي بس ما نبني الكارت تمام طيب حلو قوي بعد كده شباب محتاج بقى انشي اللي هو جنب الصورة ده لو جينا بصينا كده ده اللي هو في النيم وبعد كده البيتس وده مجموع اللي هو السعر بتاع الايتم اللي انا اضفته يعني مثلا هنا اضفت خمس كتب جبت هنا المجموع بتاع الخمس كتب السعر الخمس كتب بالشكل ده طيب حلو قوي فمحتاج اجي هنا واضيف هنا بالشكل ده الديف ده هديله تمام عشان يفصل عن الصورة بعد كده شباب الديف ده هبتدي جوا تاني الديف ده هيكون جوا كزا حاجة اول حاجة اتفقنا بوصل للنيم بتاع الايتم من خلال الايتم اللي انا ضفته فوق ده شباب تمام زي ما وصلنا هده للصورس بتاع الايتم اللي هو الصورة بتاعت الايتم تمام طيب حلو اوي ضفنا هنا النيم بعد كده محتاج اعمل بسيط كده اقول له هنا الكونتتي اللي انا جابها من خلال باستخدام البروبز تمام فاقول له هنا الكونتتي لو بيه اكبر من واحد يعني لو كمية البرودكت اللي انا ضيفه فيه الكارت اكبر من واحد عايزك تضيف قبل الكمية كده اللي هو الاكس تمام عشان تباين ان انت شارع اكتر من برودكت تمام طيب حلو اوي يبقى هبتدي اعمل هنا هستخدم هنا الاند وبريتور هبتدي يرجع هنا بالشكل ده الاسبان يا شباب هبتدي ادي لها تنسيقات بتاعتها اقول له هنا بالشكل ده بتاعتها يكون ميوتد يعني يكون باللون الرصاصي وبعد كده هدي لها هنا custom style هدي لها مثلا الفونت بتاعها بالشكل ده يكون عبارة مثلا عن 65 من مية ريم بالشكل ده ايه بقى اللي هيكون جواها هيكون جواها الاس وبعد كده جنبها على طول الكوانتيتي او الكمية بالشكل ده الموضوع ده هيتم امتى لو الكمية اكبر من واحد طيب حلو عشان افصل بين الاسم و الكمية هبتدي اعمل هنا space between بينهم كده بالشكل ده طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده بعد الديف ده على طول يا شباب بيكون فيه الديف بتاع البي السعر اللي هو تحت ده على طول طيب هاجي هنا هعمل هنا دف تاني بالشكل ده الديف ده هديله هنا باسم تاكست ميوت بالشكل ده عشان يبقى اللون رصاصي وبعد كده في الستايل هبتدي اضيف برضو الفونت سايز مثلا اكبر شوية فاقول له هنا اخد كوبي بالشكل ده اضيف هنا اخليه مثلا هنا خمسة وسبعين من مية رم تمام الشكل ده وبعد كده الشباب المفروض اللي هزهر معي بقى هنا هو اتفقنا في كنت بعمل من خلال الفونتشن اللي اسمها فورمات كارنسي اللي كانت بتابع المني نومبر والنومبر ده شباب بيمثل فهبتدي نادي عليها بالشكل ده فورمات كارنسي وتأكد ان انا عملت لها امبورت بعد كده هبتدي مرر لها الايتم بعد كده اللي هو السعر بتاع الايتم تمام طيب حلو اوي الكلام ده بعد كده شباب بعد الكلام ده كله محتاج بقى اجي هنا ناوجي نبصي كده تمام المفروض الماجادات هنا طبعا ما فيش اي فنكشنال هننفز ها دلوقتي حوار الكليك انا دلوقتي بقى بتاع الكارت تمام طيب حلو بعد بعد كده محتاج بقى هنا ده السعر المفروض يوزر معي محتاج بقى السعر بتاع الايتم اللي انا اضفتها مثلا خمس كتب هنا فبالتالي جاب لي مجموع السعر بتاعهم بالشكل ده هنا طيب محتاج ايجي هنا ابتدي اضيف ديف تاني بالشكل ده هنا لو جينا بصينا كده ده الكبير تمام جوا هنا بتاع النام وبعد كده عندي هنا ده بتاع ال price بعد كده مفروض ده هنا جوا هنا بالشكل ده يبقى انا اضفت هنا ده اللي هو جوا النام بعد كده تحتية على طول ال price طيب حلو جدا بعد كده عندي ديف تاني اللي هو بتاع ال price بس الجميع بالكمية يعني انا في المرة دي هضرب هنا الكمية في السعر بتاع المنتج وبالتالي هيجيب لي هنا السعر ككل بعد كده جوا الديف ده شباب هبتدي اخد هنا copy بالشكل ده ده عندي السعر شباب لما اضرب في عدد الكمية هيبتدي يجيب لي هنا سعر المنتج ككل يعني عندي هنا نظفت خمس كتب سعر ده سعر الكتاب الواحد بالشكل ده المفروض اضربه في الكمية بتاعته فاجي هنا بعد على طول اقول هنا multiply اضربه في الكمية بالشكل ده طيب حلو جدا الكلام ده بعد كده الشباب عندنا في ضمن محتاج اضيف هنا بتاع remove ان انا اضغط هنا يعمل remove طيب حلو جدا هبتدي اجي هنا المفروض عندي هنا بعد على طول تمام عندي اول حاجة الصورة بعد كده بعد كده اخر حاجة عندي button بالشكل ده تمام بعد كده هبتدي اضيف هنا الvariant عشان احدد شكل البطن ده اقول هنا الvariant بتاعه هيكون عبارة عن outline تمام خارجي وبالشكل ده واقول هنا اللون بتاعه هيكون عبارة عن danger اللون الاحمر تمام طيب حلو ممكن برضو اضيف هنا size بتاع البطن ده اقول هنا size بتاعه انا عايز هنا small بالشكل ده تمام المفروض هنا شباب اضغط على البطن ده البطن ده بيعمل ايه بيعمل تمام عشان اعمل علامة الـ x هبتدي اقول هنا end operator تمام بعد كده اقول هنا times الكلام ده البطن ده يا شباب مفروض ما اجيه اضغط عليه هيبتدي يعمل لي الـ item من الـ card تمام طيب مفروض ينفذ لي الـ function بتاعة remove لو جينا بصينا كده لو remove item from card تمام هبتدي بقى اجيب هنا اقول هنا بعد كده عمل لها وابتدي انادي عليها من خلال هنا shopping card بالشكل ده وتأكد ان انا عملت لها import وابتدي انافذ الـ function ديت لما اجي اضغط على الزرار طيب بتقبل مني الـ ID انا جايبه هنا باستخدام الشكل ده تمام يبقى كل حاجة كده تمام محتاجين بقى هنا شباب لو جينا كده بصينا على بتاعنا عملنا refresh بالشكل ده هنا عندي هنا في بالشكل ده فاجي هنا في عندي هنا ديت فاجي هنا اعمل بالشكل ده بعد كده اقول له هنا بعد كده وصل بالشكل ده لو جينا بصينا كده هنا في تمام نيجي في هبتدي اضيف هنا بالشكل ده نحو جينا بصينا كده شباب زي ما احنا شايفين كده عندي اضافة هنا المينيو بالشكل ده عايز اجيب المينيو ديت على اليمين تمام هنيجي هنا شباب للشوبين كارت تمام دي عندي اللي هي بتمثل المينيو اللي بتبتدي تظهر عايزين نجيب ها على اليمين فعندي حاجة هنا اسمها بالشكل ده بالشكل ده تكون في النهاية يعني تكون على اليمين لو جينا بقى بصينا كده جات معنا على اليمين وكل حاجة تمام طيب حلو جدا عايز بقى ما اضغط هنا برا شباب تطلع من المينيو ديت هبتدي اضيف هنا تمام مفروض اجي اضيف هنا on height الشكل ده ده عبارة عن attribute تمام بيقبل مني function معين او بيقبل مني variable معين بيبتدي تنفذ هنا تمام طيب في البداية كده شباب التفكير المنطقي ان انت مفروض ما تيجي تضغط هنا يعمل لك close للمينيو ديت فمحتاجين نضيف الفنكشنالي ديت عندنا في context if i تمام هاجي بقى هنا الcontext هبتدي اقول له هنا بعد كده اقول له هنا is open اللي من خلاله بعرف ان المينيو دي اتفتحت ولا لا تمام فهبتدي اقول له هنا set is open بالشكل ده وابتدي انادي على في البداية خالص المينيو بتكون مقفولة فهنا الvalue بتاعتها false تمام طيب حلو جدا بعد كده شباب محتاج اعمل two functions هنا من خلالهم ببتدي اعمل open lean menu او بعمل close lean menu فهقول له هنا conist بعد كده اقول له هنا open cart مثلا هسميها هنا open cart بالشكل ده بعد كده اقول له هنا شباب كل اللي انا هعمله ان انا هعدل في قيمة بتاع اخليه هنا بترو عشان تبتدي تفتح معي الكار تمام كذلك برضو عندي هنا هعمل هنا close cart بالشكل ده هعدل بالشكل ده و هبتدي امرر دول للبروفايدر عشان ابتدي استخدمه في منفصل بالشكل ده عندي هنا و بالشكل ده طبعا طيب حلووي عندي هنا شباب قيمة ديت ممكن امررها كعبارة عن ل هنستفد منه هبتدي اقول له هنا بعد كده مررت هنا تمام عشان تعرفني از كانت الكارت مفتوحة ولا لا تمام طيب هاجي هنا شباب قلت لك لو ب هبتدي يظهر لك المينيو تمام او هبتدي يظهر لك الكارت طيب حلو هبتدي تختفي معكم وش هتظهر تمام فعايزين نماشي الموضوع ده من خلال اللي احنا دفناه هنا شباب تمام يبانا استفدت منه هنا ان انا اظهر المينيو ولا لا او اظهر الكارت ولا لا تمام حلو هنا لما اضغط على مكان برا المينيو تمام مثلا ضغط هنا برا فانا عايز هنا تنفذ حاجة معينة يعني ايه اللي تنفذ ه تعمل لي الكارت تمام يعني كده انا عايز هنا استدعي الفانكشن اللي هي اسمها بالشكل ده عشان لما اجي اضغط على حاجة برا المينيو تبتدي تعملي بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده لو جينا بصينا كده شباب جينا دي عندي طبعا الكارت في البداية هعمل هنا طبعا او القيمة بتاعة اللي هو اسمه وبالتالي مش هتظهر او ابتدي اضغط هنا على الكارت دي تبتدي تظهر لنا المينيو فهاجي هنا عندنا هنا في كمام نيجي كده نفتح تمام في البداية خلص للشباب عندنا هنا لو نفتكر في بطن اللي هو البطن بتاع الكارت عايز لما اضغط عليه بالشكل ده كل اللي انا عايز اعمله هنا انه يعمل لي يعني نفذ لي الفنكشن بتاعة تمام فاجيبها هنا فابتدي اقول له هنا كونس اجيبها هنا باستخدام هاجيبها من بالشكل ده تمام طيب حلو عندي ديت عبارة عن فاقول له هنا لما اضغط بالشكل ده عايز تنفذ لي الفنكشن ديت تمام مفروض هنا هندي عليها بالشكل ده على طول تمام هاجيبها هنا شباب هبتدي اضغط هنا كليك هتبتدي تفتح معي المينيو بالشكل ده تمام طيب حلو جدا الكلام ده عايز مثلا اضيف هنا ايتم اتو كارت بالشكل ده هافتح هنا الكارت هلاقي هنا الايتم تضاف معي وكل حاجة تمام طيب حلو جدا الكلام ده لو جينا كده بصينا عندنا هنا شباب عايزين بقى نزبط التنسيقات ديت بس قبل ما نزبط التنسيقات محتاجين نزبط الرقم ده نخلي الامور دي تتم بشكل دايناميك انا هنا اضفت رقم واحد او اضفت هنا ايتم واحد فمحتاج اعدل هنا التلاتة هي خليها الواحد تاخد الرقم دايناميك تمام فهاجي هنا عندي هنا بدل الرقم تلاتة المفروض تجيب لي هنا الكمية تمام طيب حلو عشان اوصل يا شباب لي الكمية كمية العناصر المتخزانة جوه الكارت هاجي هنا في بالشكل ده وابتدي جديد هنا باسم كارت كوانتتي بالشكل ده تمام الكارت كوانتتي ده يا شباب من خلاله هبتدي اوصل لعدد الايتمز الموجودة جوه الكارت ازاي بقى هبتدي انادي هنا على الكارت ايتمز بالشكل ده هبتدي ادخل عليهم هنا الريديوس فانكشن ريديوس يا شباب لو تعملت معا في الجاغو سكريبت بترجع لك كوين واحدة بس تمام هاي انا بتبقى المني فانكشن بالشكل ده الفانكشن دي هبتدي انادي هنا على الكوانتتي تمام ويه عندي هنا الايتم تمام طيب الانيشيل فاليو هنا طبعا انا عايز دي ترجع حاجة فعملت هنا البرينتسيس الانيشيل فاليو هنا شباب بتمثل زيرو ان الايتم في البداية بيكون فيها صفر ايتم يعني ما فيش اي حاجة وهو الكارت تمام فبالتالي الكوانتتي في البداية خلاص بزيرو تمام طيب حلو قوي انا عايز ايه اللي يرجع انا عايز اللي يرجع جميع هنا الايتمز او عدد الايتمز بالشكل ده كل اللي انا عملته هنا يا شباب انا عايزك تدخيل معايا كده ان عندك هنا لو جانا بصينا كده هنا على سبيل المثال ده عندنا مسلا منتج واحد الكوانتتي بتاعته بواحد تمام حبيت اضيف مثلا بوك بالشكل ده فكده انا عندي هنا ايتمز زي ما انت شايف كده تمام فكده الكوانتتي باتنين طيب انا لو حبيت مثلا الكوانتتي يا شباب بتمثل الكوانتتي دي لو انت حبيت تضيف مثلا اكتر من كتاب ضيفت مثلا هنا اربع كتب تيجي تبص هنا هتلاقي هنا على عدد خمسة عدد الكوانتتي خمسة او الكمية خمسة يبقى اللي حصل هنا ان الايتم دوت كوانتتي اللي هما بيمثلوا اربعة زود لي عليهم واحد يبقى كده كام خمسة تمام زي ما انت شايف كده يبقى بترجع لك حاجة واحدة بس لو تفتكر كده مثال بسيط مثلا اتفقنا هنا الكارد ايتم عبارة عن ري جواها اوبجيكت او جواها عناصر بالشكل ده بتعمل ايه بتجمع ده على ده ده على ده يعني بتجمع الكوانتتي دي على اللي بعدها وعلى اللي بعدها وهكذا تمام ومن ضمنهم الايتم دوت كوانتتي او الكمية بتاعت كل بروتكت تمام لانها تعد عناصر ضمن الكارد تمام طيب حلو جدا الكلام ده ارجو تكون متخلن الموضوع جبت هنا الكارد دي البروفايدر تمام عشان هبتدي استخدمه هنا في النفور هبتدي اجي هنا في النفور شباب ووصل الله هنا من خلال هبتدي اشيل بقى التلاتة دي ويقول له هنا الكارد كوانتتي بالشكل ده لو جينا بصينا بقى هنا شباب زي ما انت شايف كده انا ضيف هنا عنصر واحد في السلة فكتاب له هنا واحد والامور بقى الديناميك هبتدي ازود بالشكل ده بقى تلاتة هبتدي ازود كمان واحد تمام طيب حلو جدا الكلام ده لو جيت فتحت السلة بالشكل ده هتلاقيه ضيف لي الايتمز بالشكل ده محتاجين نزبط التنسيقات بتاعة الكارد لان احنا تقريبا عملنا مشكلة في التنسيقات فنيجي هنا في الكارد ايتم اول حاجة محتاجة اعمالي هنا شباب ان انا خرج الديف ده تمام برا كده بالشكل ده بحيس ان الجريد يتقسم على اول حاجة الديف والسعر بتاعه بالشكل ده وبعدها على طول عندي هنا السعر بتاع المنتجات اللي انا ضفتها وبعد كده اخر حاجة هو البطن بتاع بالشكل ده طيب حلو جدا عايزين بقى نفصل هنا عندنا كل عن البعدي طيب فهاجي هنا شباب عندي هنا في لو بصينا كده في زي ما احنا شايفين كده رجعنا هنا الايتم على طول بالشكل ده محتاجين جو الايتم هنا نضيف فهبتدي اضيف هنا بالشكل ده الاستاك ده شباب هيكون متقسم المسافة او الجاب بين كل والتاني هيكون تلاتة بالشكل ده بعد كده شباب هبتدي هرجع تاني هنا بالشكل ده ولو جينا بصينا كده هنلاقي فعلا هنيجي هنا هنلاقي فعلا العناصر فصل طعم بعضها والايتم حصل بينهم جاب تمام طيب حلو قوي محتاجين نضيف اخر حاجة معنا شباب هي ان انا اضيف السعر ككل بتاع المنتجات دي كلها عندنا حاجتين هنا شباب هي تبقى نفس فكرة الريديوز اللي احنا عملنا بيها جبنا بيها هنا الرقم بتاع او الكوانتيتي بتاع المنتجات اللي عندنا فيه الكارت طبام نفس الفكرة برضو بس المرة دي فيه البرايس التوتال هبتدي اجمع هنا شباب ايه انا عندي مثلا منتج زي الكمبيوتر عندي هنا السعر بتاعه كذا طبام عندي بيردو فيه البوك وهكذا بتجمع كله مع بعضه وتقول له هنا ده التوتال برايس طيب نفترض مثلا ان انت عندك هنا في البوك انت عامل شاري هنا مثلا اربع كتب تمام بالشكل ده فاربع كتب هتضرفهم في سعر الكتاب الواحد فيجيب لك هنا عدد الكتب بتاعتك بالشكل ده عدد الكتب ده هتروح تجمعه على المنتجات الباية وبالتالي يقول لك هنا التوتال برايس بتاعك تمام ارجو تكون متخل الموضوع طيب حلو عشان نفس الفكرة دي التوتال برايس هيكون تحت الكورد ايتمز هبتدي انادي هنا على الفنكشن بتاعت فورماتينج للكورنسي بالشكل ده كانت بيتابل مني النمبر يعني مفروض هنا يرجع رقم الرقم اللي هيرجع هترجع من الريديوس فنكشن تمام طيب حلو هبتدي اقول له هنا الكورد ايتمز دي العناصر المخزنة جوه الكورد تمام بعد كده اقول له هنا الريديوس لانها عبارة عن الري فدخل عليها هنا الريديوس بعد كده اقول نفس هنا فنكشن اسمها هنا التوتل التوتل هنا في البداية يا شباب بيكون الانيشال بالو بتاعته بصفر ان انت ما عندكش ايتمز موجودة عندك في الكورد فبالتالي هتقول له هنا صفر تمام طيب حلووي ال second parameter هيكون عبارة عن الكورد ايتم تمام بالشكل ده هتبتدي تعمل لوب على الايتمز الموجودة جوه الكورد ايتمز اللي هي جوه الستيت تمام وعايز بقى هنا شباب اقول له هنا كونست بعد كده اقول له هنا الايتم هيساوي هبتدي انادي هنا يا شباب على الايتم ليه لاننا لو تفتكر الكورد ايتم كان مخزن جوه حكتين جوه الاي دي وجوه الكوانتيتي طب في الحالة دي انا عايز اوصل ليه كنت بعمل بسيط بقوله لو الاي دي بتاع العنصر المخزن جوه الكارت تمام بيساوي اي دي العنصر الجوه الاتا كلها رجعلي العنصر ده وهاتلي البرايس منه او هاتلي السعر منه تمام طيب حلو اوي الكلام ده هبتدي اقول له هنا اجي هنا واقول له هنا امبورت بعد كده اقول له هنا ستور ايتمز من الدوت دوت سلاش بعد كده data بعد كده slash store item الشكل ده store items دي يا شباب دي data كلها الشكل ده هتدي عمل ال check كده فاقوله هنا find find لي ال item لو ال item dot ID بيساوي هنا عندي card item تمام اللي هو هنا يا شباب في تمام ده الكارت item المخزن جوه لو ال ID بتاعه بيساوي ال ID العنصر جوه ال data الكبيرة اللي هو جوه ال json file تمام بالشكل ده الشرط ده هيرجع ال item ذات نفسه طيب و لما يرجع ال item ذات نفسه انا عايز اوصل لل price للسعر تمام فاقوله هنا return رجع لي هنا total بالشكل ده اتفقنا reduce function بتعملها هنا شباب بيكون عبارة عن r جواها كذا item يعني عازك تخيل كده مسلا معي ان ال item ده عبارة عن ارقام بالشكل ده اللي هو عبارة عن السعر يعني تمام فreduce هنا بتجمع الارقام على بعضها في البداية الرقم بصفر ال initial value بصفر يعني total بصفر طيب حلو جدا current item بواحد في المثال بتاعنا ده ماشي بعد كده 0 و 1 و 1 تمام بعد كده تعمل loop تاني فتقولك هنا الواحد زي 3 و 4 وبعد كده الاربعة زي 4 و 8 والتمانية زي 5 و 13 وهكذا تمام وترجع لك كويما واحدة بس تمام طيب حلو اوي الكلام ده ده عندي هنا total تمام بعد كده مفروض بقى اضيف لي عليها شباب لو انا ضفت المنتج مثلا اكتر من مرة كمية مثلا خمس كتب زي ما اتفقنا فعايز اجيب الخمسة دي اضربها في سعر الكتاب الواحد تمام عشان ترجع لي total price بتاع الكتب وابتدي اضيفه على total اللي احنا ضيفونه هنا اللي هو باقي المنتجات بقى تمام فاقول له هنا ان ال item بعد كده لو بقى ال item موجود تمام فاعمل هنا condition لو ال item موجود هاتلي هنا ال price بتاعه لو مش موجود رجع لي zero ما ممكن ال item ده ما يكونش موجود تمام فاعملت هنا جبت هنا ال price بتاعه بالشكل ده تمام هاضربه بقى هنا شباب في الكارت item dot quantity اتفقنا الكارت item اللي هو هنا راجع من reduce بعد كده وصلني هنا لل quantity بالشكل ده فتمسك الكمية تضربها في السعر وبالتالي تجمعه على باقي المنتجات فاعطلك هنا total price تمام ارجو تكون متخيل الموضوع بعد كده شباب لو جينا بقى بصين هنا تمام هنضيف اكتر من عنصر بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده هتلاقي هنا الكارت العدد بتاعها بيزيد ندخل كده على الكارت هيبتدي جيب لي هنا total price بتاع سعر المنتجات دي كلها تمام شباب طيب حلووي محتاجين نزبط ال styling فممكن اجي هنا في ال shopping cart تمام هخزن كل ده شباب جوه مثلا def عشان ازبط ال styling بتاعه فاقول له هنا مثلا def بالشكل ده هتدي له هنا class name class name ده هتدي له هنا margin right اخليه هنا auto عشان ياخد المساحة كلها وبعد كده font weight بتاعه هخليه مثلا bolt حجم الخط تقيل font size مثلا بخمسة كبير بالشكل ده عشان يباين ان هو total وبعد كده اكتب كده قابليها label او حاجة زي label كده اسمها total وبعد كده مثلا ممكن اعمل هنا space بالشكل ده وابتدي اضيف هنا السعر بتاعي لو جينا بصينا كده هلاقي الشكل معنا زبطوا كل حاجة باقي تمام هشيل مثلا item بالشكل ده شباب مثلا واللي بعده هكذا دلوقتي مفيش اي item موجودة في الكارت وبالتالي رجع لي صفر عشان كده عملنا condition ده شباب لو في item دفل ال price لو مفيش item رجع لي صفر بالشكل ده تمام كده شباب عملنا كل حاجة محتاجين نعمل check كده بسيط لو في اي error معنا في ال application دخلنا كده ليه الكارت ظهرت معنا كل حاجة تمام افلنا لغتنا برا كل حاجة باقي تمام فضلنا شباب حاجة واحدة بس ان احنا نخزن البيانات ديت في local storage عشان ما اجعل ال refresh بالشكل ده لو تلاحظ هتلاقي الكارت رجع التاني بزيرو تمام الموضوع ده بسيط وساهل هتيجي هنا في shopping card تمام عندنا هنا شباب لو تفتكر احنا مخزنين طبعا كل ال data ديت جوا state اللي هو اسمه core item اللي هو بيمثل mt array تمام هبتدي هنا شباب برا الفنكشن خالص ابتدي initial state او initial card items بالشكل ده هبتدي اجي هنا شباب دي ال initial value بتاعت الكارت ان هي في البداية خالص بتكون عبارة عن mt array تمام طيب حلو جدا ال local storage هتحفظ البيانات دي عنده وبالتالي ال initial value بتاعت الكارت ايتم هتكون جاية من local storage يعني هتبتدي تستدعي البيانات من local storage عشان تتخيلوا الموضوع هاخد هنا مفروض هنا ديت دي عبارة عن mt array فاخد هنا ابسيها هنا بالشكل ده ايو بقى ال initial value بتاعت الكارت ايتم زي بتمثل mt array وكل حاجة شغالة زي ما هي طيب حلو عايز اضيف بقى local storage عايز اضيف item جديد في local storage الايتم ده شباب القيمة بتاعته بتتغير تمام انت بتضيف العناصر ديت جوه الكارت ايتم تمام فمع كل رندر بيتم في الصفحة انت بتضيف item تمام فمحتاج تعرف على ال use effect عشان react تعرف ان في قيمة بتتغير ايه هو اللي يتغير هو الكارت ايتم انت كل شه تضيف عنصر او بتشيل عنصر وهكذا تمام فمحتاج تنادي هنا على ال use effect وتناديها هنا جوه الفنكشن بالشكل ده وي use effect تكت بتقبل مني ال callback وي بتقبل مني هنا dependency list ال dependency list كنت بضيف فيها القيمة المتغيرة ايه هي القيمة المتغيرة هي الكارت ايتم ان العنصر ده بتغير ان انت بتضيف ايتم بتمسخ ايتم وهكذا تمام طيب اعز بقى نادي هنا على local storage بالشكل ده وهبتدي اقوله هنا set item هبتدي entry item الايتم ده هيكون اسمه shopping dash card بالشكل ده تمام طيب حلو ايه هي القيمة المخزنة جوه الايتم ده هتكون عبارة عن json تمام فهبتدي اقوله هنا json بعد كده dot string 5 بالشكل ده ايه هي البيانات المخزنة جوه هتكون عبارة عن card item بالشكل ده يبنا عندي هنا شباب في use effect بالشكل ده عملت هنا item جديد في local storage سميته هنا shopping card ال value بتاعته هتكون عبارة عن json file او json object تمام هيكون هنا بيمثل card items اللي هو بيكون array جوه object تمام طيب حلو جدا الكلام ده وطبعا card item اتفقنا دي بتتغير فضفناه هنا في dependency list طيب حلو جدا الكلام ده محتاجين بقى هنا شباب في ال initial card عايزين بقى نحتفظ لغد الوقت انت مش هتعرف تحتفظ بالبيانات المخزنة جوه local storage انت ضفت العناصر اه بس عايزين نحتفظ بقى عايزين بقى نستدعي المخزن جوه local storage هتيجي هنا في ال initial card تعمل if condition بسيط هتقوله هنا local storage عشان توصل للعناصر المخزنة جوه local storage هتقوله هنا dot get item اسم الائتم هنا اسمه shopping card تمام هتاخد هنا copy وتبتده تضيفه هنا بالشكل ده تمام وتقوله هنا if condition لو الائتم ده موجود عندك في local storage عايزك تعملي parse لجيسون object اللي عندك يعني هتبتده تقوله هنا json dot parse بالشكل ده هتحول الجيسون لجيسون object هتحول الجيسون object لجيسون object عشان يفهمه البروزر ويضاف هنا فيه javascript ويتخزن هو جوه الvariable اللي اسمه initial card items تمام طيب حلو جدا الكلام هتعمل هنا بارز لي الobject اللي هو اسمه local storage dot get item shopping card بالشكل ده مش عايزك تتوه كده من ال syntax كل اللي انا عملته هنا عملت if condition لو في عناصر متخزنة جوه الobject ده اللي هو مين اللي هو اسمه اللي هو ال item ذات نفسه طبع عشان اوصل لل item يبقى اسمه local storage بعد كده dot get item وتكتب اسم ال item هنا طبعا البروز عبارة عن method فضيفت جواه هنا local storage طيب حلو طيب لو local storage ما فيهاش ال item اللي اسمه shopping card هزك ترجعلي mt array بالشكل ده يبقى في البداية خالص mt array هتضيف عناصر جواه ال local storage هتبتدي تنفذ ال condition ده فيها عناصر جواه ال local storage اعمل لها bars يعني بتدي اظهرها وخزينها جوا ال initial card تماما شباب طيب حلو جدا الكلام ده وطبعا ال initial card ده هتبتدي تتخزن جواه ال state فهنيجي بقى هنا شباب عندنا فيه البداية لو جينا نفتح كده ال local storage هنعمل هنا تضيف عناصر بالشكل ده هتروح تتخزن هنا عبارة هنا عن json object او json file جواه هنا object وهنا طبعا عشان يبتدي يعمل لك يوضح لك البيانات ديت فحول هلك javascript object زي ما احنا شايفين كده وفي السلة طبعا لو جيت بصيت كده هتلاقي هنا two items منضافين معك طيب حلو الكلام ده هتعمل refresh بالشكل ده العناصر هتنى زي ما هي لانها متخزنة جوا ال local storage مثلا حبيت اطلع برا خالص ال tab ديت هشالها بالشكل ده وابتدي ادخل عليها من جديد بالشكل ده دخلت هنا على ال card هلاقي ال items موجودة معايا ومتخزنة جوا ال local storage هعمل هنا remove بالشكل ده هبتدي اضيف هنا كذا answer العدد بتاع ال card ماشي بشكل dynamic زي ما احنا شايفين كده ولاحظنا كده ده total price بالشكل ده وكل حاجة بايت تمام وطبعا عندنا هنا الموضوع ال responsive لان احنا مستخدمين bootstrap والشكل مضبوط في جميع الشاشات وكده ال application بتاعنا شباب بتمنى شباب يكون ال application وظف لك حاجات كتير تعلمتها في react واشوفك في application تاني ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس والسلام عليكم